الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس والعشرون من الكتاب تسعة ان يكون اسم تفديل النحو علي افصح القوم خطيبا الا اذا كان عاملا في حالين نحو العصفور مغردا خير منه ساكتا فيجب تقديم حال المفضل على عامله كما تقدم عشرة ان تكون الحال مؤكدة لعاملها نحو ول العذو مدبرا فتبسم الصديق ضاحكا حادي عشر ان تكون جملة مقترنة بالواو على الاصح نحو جئت والشمس طالعة فان كانت غير مقترنة بالواو جاز تقديمها على عاملها نحو يركب فرسه جاء خالد واجاز قوما تقديمها على عاملها وهي مصدرة بالواو فاجاز ان يقال والشمس طالعة شئت والاصح ما قدمنا وقد سبق انه لا يجوز تقديم الجملة المصدرة بالواو على صاحبها ايضا وان قوما اجازوا عنوان ستة حذف الحال وحذف صاحبها الصفحة الحادية والتسعون الاصل في الحال انه يجوز ذكرها وحذفها لانها فضلا وان حذفت فانما تحذف لقرينة واكثر ما يكون ذلك اذا كانت الحال قولا اغنى عنه ذكر المقول فقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم اي يدخلون قائلين سلام عليكم وقوله واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا اي يرفعان القواعد قائلين ربنا تقبل منا وقد يحذف صاحبها لقرينة كقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا اي بعثه وقد يعرض للحال ما يمنع حذفها وذلك في اربع صور واحد ان تكون جوابا كقولك ماشيا في جواب من قال كيف جئتا اثنان ان تكون سادة مسد خبر المتدأ نحو افضل صدقة الرجل مستترا ثلاثة ان تكون بدلا من التلفه بفعلها نحو هنيئا لك اربعة ان يكون الكلام مبنيا عليها بحيث يفسد بحنفها كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون وقوله ولا تمشي في الارض مرحا ومن هذا ان تكون محصورة في صاحبها او محصورا فيها صاحبها فالاول نحو ما جاء راكبا الا علي والاخر نحو ما جاء علي الا راكبا عنوان سبعة حرف عامل الحال الصفحة الثانية والتسعون يحذف العامل في الحال وذلك على قسمين جائز وواجب فالجائز كقولك لقاصد الصفر راشدا وللقادم من الحج مأجورا ولمن يحدثك صادقا ومحو راكبا لمن قال لك كيف جئتا وبلا مسرعا في جواب من قال لك انك لم تنطلق ومن ذلك قوله تعالى احسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه وقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الى قوله فان خفتم فرجالا او ركبانا والواجب في خمس صور واحد ان يبين بالحال ازدياد او مقص بتدريج نحو تصدق بدرهم فصاعدا او فاكثر ونحو اشتري الثوب بدينار فنازلا او فاقل او فسافلا وشرط هذه الحال ان تكون مصحوبة بالفاء كما رأيت او بثم والفاء اكثر اثنان ان تذكر للتوبيخ نحو اقاعدا عن العمل وقد قام الناس ونحو امتواميا وقد جد قرنائك ومنه قولهم اتميميا مرة وقيسيا اخرى ثلاثة ان تكون مؤكدة لمضمون الجملة نحو ان تأخي مواسيا اربعة ان تسد مسد خبر المبتدأ نحو تأديب الغلام مسيئا خمسة ان يكون حنفه اي حنف العامل سماعا نحو هنيئا لك عنوان ثمانية اقسام الحال الصفحة الرابعة والتسعوة تنقسم الحال باعتبارات مختلفة الى مؤسسة ومؤكدة و الى مقصودة لذاتها وموطئة و الى حقيقية وسببية و الى مفردة وجملة وشبه جملة فالمجموع تسعة انواع وسيأتيك بيانها عنوان الحال المؤسسة والحال المؤكدة الصفحة الرابعة والتسعون الحال اما مؤسسة و اما مؤكدة فالمؤسسة وتسمى المبينة ايضا لانها تذكر للتبيين والتوضيح هي التي لا يستفاد معناها بدونها نحو جاء خالد راكدا واكثر ما تأتي الحال من هذا النوع ومنه قوله تعالى وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنظرين والمؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونها وانما يؤتى بها للتوكيد وهي ثلاثة انواع واحد ما يؤتى بها لتوكيد عاملها وهي التي توافقه معنا فقط او معنا ولفظا فالاول نحو تبسم باحكا ومنه قوله تعالى ولا تعثوا في الارض مفسدين وقوله ثم وليتم مدبرين والثاني كقوله تعالى وارسلناك للناس رسولا وقول الشاعر اصخ مصيخا لمن ادى نصيحته والذن توقي خلط الجد باللعب اثنان ما يؤتى بها لتوكيد صاحبها نحو جاء التلاميذ كلهم جميعا قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ثلاثة ما يؤتى بها لتوكيد مدمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين نحو هو الحق بينا او صريحا ونحو نحن الاخوة متعاونين ومنه قول الشاعر انا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عاري عنوان الحال المقصودة لذاتها والحال الموطئة الصفحة الخامسة والتسعون الحال اما مقصودة لذاتها وهو الغالب نحو سافرت منفردا واما موطئة وهي الجامدة الموصوفة فتذكر توطئة لنا بعدها كقوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا ونحو لقيت خالدا رجلا محسنا عنوان الحال الحقيقية والحال السببية الحال اما حقيقية وهي التي تبين هيئة صاحبها وهو الغالب نحو جئت فرحا وانا سببية وهي ما تبين هيئة ما يحمل دميرا يعود الى صاحبها نحو ركبت الفرس ظائبا صاحبه ونحو كلمت هندا حاضرا ابوها عنوان الحال الجملة الحال الجملة هو ان تقع الجملة الفعلية او الجملة الاسمية موقع الحال وحينئذ تكون مؤولة بمفرد نحو جاء سعيد يركض ونحو ذهب خالد دمعه متحدر والتأويل جاء راكبا وذهب متحدرا دمعه ويشترط في الجملة الحالية ثلاثة شرور واحد ان تكون جملة خبرية لا طلبية ولا تعجبية اثنان ان تكون غير مصدرة بعلامة استقبال ثلاثة ان تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال والرابط اما الدمير وحده كقوله تعالى وجاءوا اباهم عشاء يبكون واما الواو فقط كقوله سبحانه لان اكله الذئب ونحن عصبة واما الواو والدمير معا كقوله تعالى خرجوا من ديارهم وهم الوف عنوان الحال شبه الجملة الصفحة السادسة والتسعون الحال شبه الجملة هو ان يقع الظرف او الجار والمجرور في موقع الحال وهما يتعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقرا او استقرا والمتعلق المحذوف في الحقيقة هو الحال نحو رأيت الهلال بين السحاب ونحو نظرت العصفور على الغصن ومنه قوله تعالى فخرج على قومه في زينته عنوان فائدة زليلة اذا ذكر مع المبتد اسم وظرف او مجرور بحرف جر وكلاهما صالحان للخبرية والحالية فان واجوز العكس وان تصدرها الاسم وجب رفعه وجعل الظرف او المجرور حالا نحو نائم عندك او في الدار سعيد ونحو نائم سعيد عندك او في الدار وان تقدم الظرف او المجرور على الاسم جاز جعل كل منهما حالا والاخر خبرا نحو سعيد او في داره نائما او تقول نائم وان تقدم الاسم على الظرف او المجرور فالمختار رفع الاسم وجعل الظرف او المجرور حالا نحو سعيد نائم عندك او في داره واجوز العكس وهو قليل في كلامهم فتقول سعيد نائما عندك او في داره ومنع الجنهور مصب الاسم في هذه الصورة واجازه ابن مالك مستمدا الى قراءة الحسن البصري والارض جميعا قدته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه بنصب مطويات على الحال واجعل بيمينه خبرا عن السماوات وإلى قراءة من قرأ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا بنصب خالصة على الحال واجعل لذكورنا خبرا عن ما الموصولية والقراءتان شاذتان لكن فيهما دليل على الجواز لانه ليس معنى شذوذ القراءة انها غير صالحة للاحتجاج بها عربية فان لم يصلح الظرف او المجرور بالحرف للخبرية بحيث لا يكون مستغنا عن الاسم لانه لا يحسن السكوت عليه تعينت خبرية الاسم وحالية الظرف او المجرور نحو فيك ابراهيم راغب ونحو ابراهيم فيك راغب اذ لا يصح ان تستغني هنا عن الاسم فتقول ابراهيم فيك عنوان الحال المفردة الصفحة الثامنة والتسعون الحال المفردة ما ليست جملة ولا شبهها نحو قرأت الدرس مجتهدا وكتداه مجتهدين وتعلمناه مجتهدين عنوان تسعة والحال واحكامها والحال ما يصح وقوع اذ الظرفية موقعها فاذا قلت جئت والشمس تغيب صح ان تقول جئت اذ الشمس تغيب ولا تدخل الا على الجملة كما رأيت فلا تدخل على حال مفردة ولا على حال شبه جملة واصل الربط ان يكون بضمير صاحب الحال وحيث لا ضمير وجدت الواو لان الجملة الحالية لا تخلو من احدهما او منهما معا فان كانت الواو مع الضمير كان الربط اشد واحكم وواو الحال من حيث اقتران الجملة الحالية بها وعدمه على ثلاثة اضرب واجب وجائز وممتنع عنوان متى تجب واو الحال الصفحة الثامنة والتسعون تجب واو الحال في ثلاث صور واحد الاولى ان تكون جملة الحال اسمية مجردة من ضمير يربطها بصاحبها نحو جئت والناس نائمون ومنه قوله تعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون وقوله ايأكله الذئب ونحن عصبة وتقول جئت وما الشمس طالعة اثنان ان تكون مصدرة بضمير صاحبها نحو جاء سعيد وهو راكب ومنه قوله تعالى ما تقربوا الصلاة وانتم سكارا ثلاثة ان تكون ماضية غير مشتملة على ضمير صاحبها مثبتة كانت او منفية غير انه تجب قد مع الواوي في المثبتة نحو جئت وقد طلعت الشمس ولا تجوز مع المنفية نحو جئت وما طلعت الشمس عنوان متى تمتنع واو الحال الصفحة التاسعة والتسعون تمتنع واو الحال من الجملة في سبع مسائل واحد ان تقع بعد عاطف كقوله تعالى وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا دياتا او هم قائلون اثنان ان تكون مؤكدة لمضمون الجملة قبلها كقوله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه ثلاثة ان تكون ماضية بعد الا فتمتنع حينئذ من الواوي وقد مجتمعتين ومنفردتين وتربط بالدمير وحده كقوله تعالى ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون ولا عبرة بشذوذ من ذهب الى جواز اقترانها بالواو تمسكا بقول الشار نعم امرأ هارم لم تعر نائبة الا وكان لمرتاع بها وزرا او الى جواز اقترانها بقد تمسكا بقول الاخر متى يأتي هذا الموت لم ينفي حاجة لنفسي الا قد قضيت قضاءها لان ذلك شاذ مخالف للقاعدة وللكثير المسموع في فصيح الكلام منثوره ومنظومه اربعة ان تكون ماضية قبل او كقول الشار كل الخليل نصيرا جار او عدلا ولا يتشح عليه جاد او بخلا خمسة ان تكون مضارعية مثبتة غير مقترمة بقد وحينئذ تربط بالدمير وحده كقوله تعالى ولا تمن تستكثر ونحو جاء خالد يحمل كتابه فان اقترنت بقد وجبت الواو معها كقوله تعالى لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم ولا يجوز الواو وحدها ولا قد وحدها بل يجب تجريده تجريدها منهما معا او اقترانها بهما معا كما رأي ستة ان تكون مضارعية منفية بما فتمتنع حينئذ من الواو وقد مجتمعتين ومنفردتين وتربط بالدمير وحده كقول الشار اهدتك ما تصب وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما وقول الاخر كأنها يوم صدت ما تكلمنا ظبي بعصفان ساج الترف مطروف واجاز بعد العلماء اقترانها بالواو نحو حضر خليل وما يركب وليس ذلك بالمختار عند الجمهور والموق اللغوي لا يأباه قال الصيوط في همع الهوامة والمنفي بما فيه الوزهان ايضا نحو جاء زيد وما يبحك او ما يبحك سبعة ان تكون مضارعية منفية بلا فتمطنع ايضا من الواوي وقد مزتمعتين ومنفردتين كقوله تعالى وما لما لا نؤمن بالله وقوله ما لي لا ارى الهدهد وقول الشاعر لو ان قوما لارتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا احجب واجاز قوم اقترانها بالواو لكنه بعيد عن الضوط اللغوي قال ابن الناظم وقد يجيء اي المضارع المنفي بلا بالدمير والواو فان كانت منفية بلا جاز ان تربط بالواو والدمير معا كقوله تعالى او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء وقول النابرة انذبياني الشاعر سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليدي وجاز ان تربط بالدمير وحده كقوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وقول الشاعر كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنى لم يحطم فان خلت من الضمير وجبرتها بالواو نحو جئت ولم تطلع الشمس ولا يجوز تركها ومنه قول الشاعر ولقد خشيت بان اموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضنضمي وان كانت منفية بلما فالمختار ربتها بالواوي على كل حال كقوله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقول الشاعر اشوقا ولما ينضلي غير ليلة فكيف اذا خب المطي بنا عشرا وقول غيره اذا كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فادركني ولما امزقي واجاز النحاة ربطها بالضمير وحده نحو رجعت لما ابلغ مرادي والمختار ان تربط بالواوي والضمير مان لانها لم ترد في كلام العرب الا كذلك وانما جوز النحاة ترك الواوي معها قياسا على اختها لم لا سماعا والنفس غير مطمئنة اله هو القياس لان الظوق اللغوي يأباه قال ابن مارك والمنفي بلم كالمنفي بلم في القياس الا اني لم اجده الا بالواو عنوان متى تجوز واو الحال وتركها الصفحة الثالثة بعد المع يجوز ان تقترن الجملة بواو الحال وان لا تقترن بها في غير ما تقدم من صور وجوبها وامتناعها غير ان الاكثر في الجملة الاسمية مثبتة او منفية ان تقترن بالواو والضمير معا فالمثبتة كقوله تعالى خرجوا من ديارهم هم الوف وقوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والمنفية نحو رجعت وما في يدي شيء وقد تربط مثبتة او منفية بالضمير وحده فالمثبتة كقوله تعالى قل نهبط بعضكم لبعض عدو وقول الشاعر ولولا جنان الليل ما اب عامر الى جعفر سرباله لم يمزقي وتقول يا امي علي وجهه متهلل وكر خالد كأنه اسد والمنفية كقوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشترط الاقتران الجملة الاسمية بالواو عدم اقترانها بإلا كما تلهم بعض اصحاب الحواش سامحهم الله فان ذلك ثابت في افصح الكلام قال تعالى وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم وهذا الشرط انما هو للجملة الماضية فقط كما علمت واما الجملة الاسمية فقد تقترن بهما معا كما رأيت وقد تقترن بإلا وحدها كقوله تعالى وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون اما الجملة الماضية الحالية فان كانت مثبتة فاكثر ما تربط بالدمير والواو وقد معا كقوله تعالى افتت افتطمعون افتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه واقل منه ان تربط بالدمير وقد فقط دون الواو كقول الشاعر وقفت بربع الدار قد غير البلا معارفها والساريات الهواطن واقل من هذا ان تربط بالدمير وحده دون الواو وقد كقوله تعالى هذه بضاعتنا ردت الينا وقوله اوجاؤوكم حصرت صدورهم ومنه قول الشاعر واني لتعروني لذكراك هزة كمن طفض العصفور بل له القطر واقل من الجميع ان تربط بالدمير والواو فقط دون قد كقوله تعالى قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون وقوله انؤمن لك واتبعك الارذ الارذلون وان كانت منفية انتنعت معها قد فيتربط غالبا بالدمير والواو معا نحو رجع خالد وما صنع شيئا وقد تربط بالدمير وحده نحو رجع ما صنع شيئا فان لم تشتمل الجملة الماضية مثبتة كانت او منفية على دمير يعود الى صاحب الحال ربطت المثبتة بالواوي وقد والمنفية بالواوي وحدها وجوبا كما سبق واما واما الجملة المدارعية الحالية فقد تقدم حكمها مثبتة ومنفية في الكلام على المواضع التي تمتنع فيها واو الحال من الجملة فراجع انتهى الوجه الاول عنوان فائدة الصفحة السادسة بعد المئة اوجب البصريون الا الاخفش لزوم قد مع جملة الماضي المثبت الذي لم يقع بعد الا ولا قبل او مطلقا سواء اربطت بالضمير او بالواوي ام بهما معا فان لم تكن ظاهرة فهي مقدرة وقد قدروها قبل الماضي في الايات السادقة والمختار قول الكوفيين والاخفش وهي انها لا تلزم الا مع جملة الماضي التي لم تشتمل على ضمير صاحب الحال وهي تلزم في ذلك مع الواوي كما تقدم ولا تلزم في غير ذلك لكثرة وقوعها حالا بدون قد والاصل عدم التقدير عنوان عشرة تعدد الحال الصفحة السادسة بعد المئة يجوز يجوز ان تتعدد الحال وصاحبها واحد او متعدد فمثال تعددها وصاحبها واحد قوله تعالى فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا وان تعددت وتعدد صاحبها فان كانت من لفظ واحد ومعنى واحد فميتها او جمعتها نحو جاء سعيد وخالد راكبين وسافر خليل واخواه ماشين ومنه قوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين والاصل دائبة ودائبا وقول وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره وان اختلف لفظهما فرق بينهما بغير عطف نحو لقيت خالدا مصعدا منحدرا ولقيت دعدا راكبة ماشيا ونظرت خليلا وسعيدا واقفين قاعدا وان لم يؤمن اللبس اعطيت الحالة الاولى للثاني والاخرى للأول فان اردت العكس وجب ان تقول لقيت خالدا منحدرا مصعدا فيكون هو المنحدر وانت المصعد وان امن اللبس لههور المعنى كما في المثالين الباقيين جاز التقديم والتأخير لانه يمكنك ان ترد كل حال الى صاحبها فان قلت لقيت دعدا ماشيا راكبة ونظرت خليلا وسعيدا قاعدا راكبين جاز لوضوح المعنى المراد ومنه قول الشاعر خرجت بها امشي تجر وراء انا على اثرين ذيل مرط مرحلي حادي عشر تتم الصفحة السابعة بعد الميان وردت وردت عن العرب الفاظ مركبة تركيب خمسة عشر واقعة موقع الحال وهي مبنية على فتح جزئيها الا ما كان جزئه الاول ياء فبناؤه على السكون وهذه الالفاظ على ضربين واحد ما ركب وأصله العطف نحو تفرقوا شغر مذر او شغر بغر اي متفرقين او منتشرين او متشتفين ونحو هو جاري بيت بيت اي ملاسقا ونحو لقيته كفة كفة اي مواجه اثنان ما ركب وأصله الاضافة نحو فعلته بادئ بد وبادي بدأة وبادي بدأة وبادي وبادي بداء وبدأة بدأة اي فعلته مبدؤا به ونحو تفرقوا او ذهبوا ايدي سبا وايدي سبا اي متشتتين عنوان سبعة التمييز الصفحة الثامنة بعد المئة التمييز اسم نكرة يذكر تفسيرا للمبهم من ذات او نسبة فالاول نحو اشتريت وعشرين كتابا والثاني نحو طاب المجتهد نفسا والمفسر للمبهم يسمى تمييزا ومميزا وتفسيرا ومفسرا وتبيينا ومبينا والمفسر يسمى مميزا ومفسرا ومبينا والتمييز يكون على معنى من كما ان الحال تكون على معنى فيه فاذا قلت اشتريت عشرين كتابا فالمعنى انك اشتريت عشرين من الكتب واذا قلت طاب المجتهد نفسا فالمعنى انه طاب من جهة نفسه والتمييز قسمان تمييز ذات ويسمى تمييز مفرد ايضا وتمييز نسبة ويسمى ايضا تمييز جملة وفي هذا المبحث ثمانية مباحث عنوان واحد تمييز اذات وحكمه الصفحة التاسعة بعد المئة تمييز اذات ما كان مفسرا لاسم مبهم ملفوظ نحو عندي رطل زيتاء والاسم المبهم على خمسة انواع واحد العدد نحو اشتريت احد عشر كتابا ولا فرق بين ان يكون العدد صريحا كما رأيت او مبهما نحو كم كتابا عندك والعدد قسمان صريح ومبهم فالعدد الصريح ما كان معروف الكمية كالواحد والعشرة والاحد عشر والعشرين ونحوها والعدد المبهم ما كان كناية عن عدد مجهول الكمية والفاظه كم وكأي وكها وسيأتي الكلام علي اثنان ما دل على مقدار اي شيء يقدر بآله وهو اما مساحة النحو عندي قصبة ارضا او وزن نحو لك قمطار عسلا او كيل النحو اعطي الفقيرة صاعا قمحا او مقياس النحو عندي ذراع جوخا ثلاثة ما دل على ما يشبه المقدار مما يدل على غير معين لانه غير مقدر بالآلة الخاصة وهو اما ان يشبه المساحة نحو عندي مد البصر ارضا وما في السماء قدر راحة سحابا او الوزن كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى او الكيل كالاوعية نحو عندي جرة ماء وكيس قمحة وراقود خلا ومحي سمنا وحب عسلا وما اشبه ذلك او المقياس نحو عندي مد يدك حبلا اربعة ما اجري مجرى المقادير من كل اسم مبهم مفتقر الى التمييز والتفسير نحو لنا مثل ما لكم خيلا وعندنا غير ذلك غنما ومنه قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا خمسة ما كان فرعا للتمييز نحو عندي خاتم فضة وساعة ذهبا وثوب صوفا ومعطف جوخا وحكم تمييز الذات انه يجوز نصبه كما رأيت ويجوز جره بمن نحو عندي رطل من زيت وملء الصندوق من كتب وبالاضافة نحو لنا قصبة ارض وقمطار عسل الا اذا اقتبت اضافته اضافتي بان كان المميز مضافا فتمتنع الاضافة ويتعين نصبه او جره بمن ما في السماء قدر راحة سحابا او من سحاب ويستثنى منه تمييز العدد فان له احكاما ستذكر عنوان اثنان تمييز النسبة وحكمه الصفحة الحادية عشرة بعد المئة تمييز النسبة ما كان مفسرا لجملة مبهمة النسبة نحو حسن علي خلقا وملأ الله قلبك سرورا فان نسبة الحسن الى علي مبهمة تحتمل اشياء كثيرة فازلت ابهامها بقولك خلقا وكذا نسبة من الله القلب قد زال ابهامها بقولك سرورا ومن تمييز النسبة الاسم الواقع بعدما يفيد التعجب نحو ما اشجعه رجلا اكرم به تلميذا يا له رجلا لله ضره بطلا ويحه رجلا حسبك بخالد شجاع كفى بالشيب واعظا عظم علي مقاما وارتفع رتبة وهو على قسمي محول وغير محول فالمحول ما كان اصله فاعلا كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا ونحو ما احسن خالدا ادبا او مفعولا كقوله سبحانه وفجرنا الارض عيونا ونحو زرعت الحديقة شجرا او مبتدعا كقوله عز وجل انا اكثر من كمالا واعز نفرا ونحو خليل اوفر علما واكبر عقلا وحكمه انه منصوب دائما ولا يجوز جره بمن او بالاضافة كما رأيت وغير المحول ما كان غير محول عن شيء نحو اكرم بسليم رجلا سموت اديبا عظمت شجاعا لله ضره فارسا ملأت خزائني كتبا ما اكرمك رجلا وحكمه انه يجوز نصبه كما رأيت ويجوز جره بمن نحو لله ضره من فارس اكرم به من رجل سموت به من اديب واعلم ان ما بعد اسم التفضيل ينصب وجوبا على التمييز ان لم يكن من جنس ما قبله نحو انت اعلى منزلا فان كان من جنس ما قبله وجب جره باضافته الى افعال نحو انت افضل رجل الا اذا كان افعال مضافا لغير التمييز فيجب نصب التمييز حين اذا لتعذر الاضافة مرتين نحو انت افضل الناس رجل عنوان ثلاثة حكم تمييز العدد الصريح الصفحة الثانية عشرة بعد المئة تمييز العدد الصريح مجموع مجرور بالاضافة وجوبا من الثلاثة الى العشرة نحو جاء ثلاثة رجال وعشر نسوة ما لم يكن التمييز لفظ مئة فيكون مفردا غالبا نحو ثلاث مئة وقد يجمع نحو ثلاث مئين او مئات اما الالف فمجموع البتة نحو ثلاثة الاف وعلم ان مميز الثلاثة الى العشرة انما يجر بالاضافة ان كان جمعا كعشرة رجال فان كان اسم جمع او اسم جنس جر بمن فالاول كثلاثة من القوم واربعة من الابل والثاني كستة من الطير وسبع من النخل قال تعالى فخذ اربعة من الطير وقد يجر بالاضافة كقوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط وفي الحديث ليس فيما دون خمس ذود سبقه وقال الشاعر ثلاثة انفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي واما مع احد عشر الى تسعة وتسعين فالتمييز مفرد منصوب نحو جاء احد عشر تلميذ وتسع وتسعون تلميذ واما قوله تعالى وقد طعناهم اثنتي عشرة اصباط فاصباط ليس تمييز لاثنتي عشرة بل بدل منه والتمييز مقدر اي قطعناهم اثنتي عشرة فرقة لان التمييز هنا لا يكون الا مفردا ولو جاز ان يكون مجموعا كما هو مذهب بعض العلماء لما جاز هنا جعلوا اصباط تمييز لان الاصباط جمع صد وهو مذكر فكان ينبغي ان يقال وقد طعناهم اثنتي عشر اصباط لان الاثنين توافق المعدود والعشرة وهي مركبة كذلك كما مر بك في بحث المركبات واما مع المئة والالف ومثنهما وجمعهما فهو مفرد مجرور بالاضافة وجوبا نحو جاء مئة رجل ومئة امرأة ومئات غلام وألف رجل وألف امرأة وثلاثة آلاف غلام وقد شذ تمييز المئة منصوبا في قوله اذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب المسرة والفتاء عنوان اربع كم الاستفهامية وتمييزها الصفحة الرابعة عشرة بعد المئة كم على قسمين استفهامية وخبرية فكم الاستفهامية ما يستفهم بها عن عدد مبهم يراد تعيينه نحو كم رجلا سافر ولا تقع الا في صدر الكلام كجميع ادوات الاستفهام ومميزها مفرد منصوب كمرأي لان سبقها حرف جر جاز جره على ضعف بمن مقدرة نحو بكم درهم اشتريت هذا الكتاب اي بكم من درهم اشتريته ونصبه اولى على كل حال وجره ضعيف واضعف منه اظهار منه ويجوز الفصل بينها وبين مميزها واكثر وقوع الفصل بالظرف والجر والمجرور نحو كم عندك كتابا كم في الدار رجلا ويقل الفصل بينهما بخبرها نحو كم جاءني رجلا او بالعامل فيها نحو كم اشتريت كتابا ويجوز حرف تمييزها مثل كم مالك اي كم درهما او دينارا هو وحكمها لانها لك والثاني نحو كم كتبك ولك فيهاها ايضا ان تجعلك مبتدأ وما بعدها خبرا والاول اولا عنوان خمسة كم الخبرية وتمييجها الصفحة الخامسة عشرة بعد المئة كم الخبرية هي التي تكون بمعنى كثير وتكون اخبارا عن عدد كثير مبهم الكمية نحو كم عالم رأيت اي رأيت كثيرا من العلماء وما تقع الا في صدر الكلام ويجوز حرف ممييزها اندل عليه دليل نحو كم عصيت امري اي كم مرة عصيت وحكم مميزها ان يكون مفردا نكرة مجهورا بالاضافة اليها او بمن نحو كم علم قرأت ونحو كم من كريم اكرمت ويجوز ان يكون مجموعا نحو كم علوم اعرف وافراده او لا ويجوز الفصل بينها وبين مميزها فان فصل بينهما وجب نصبه على التمييز لامتناع الاضافة مع الفصل نحو كم عندك درهما ونحو كم لك يا فتى فضلا الزره بمن الظاهرة نحو كم عندك من درهم ونحو كم لك يا فتى من فضلا اذا اذا كان الفاصل فعلا متعديا متسلطا على كم فاجب جره من نحو كم قرأت من كتاب كي لا يلتبس بالمفعول به فيما لو قلت كم قرأت كتابا وذلك لان الجملة الاولى تدل على كثرة الكتب التي قرأتها والجملة الاخرى تدل على كثرة المرات التي قرأت فيها كتابا فكان في الصورة الاولى في موضع مصب على انها مفعول به مقدم لقرأته وفي الصورة الاخرى في موضع مصب على انها مفعول مطلق له لانها كناية عن المصدر والتقدير كم قراءة قرأت كتابا فيكون تمييزها محنوفا ويجوز في نحوي كم نالني منك معروف ان ترفعه على انه فاعل نالا فيكون تمييز كم مقدرا اي كم مرة ويجوز ان تنصبه على التمييز فيكون فاعل نالا ضميرا مستكرا يعود الى كم وحكم كم الخبرية في الاعراض كحكم كم الاستفهامية تماما والامثلة لا تخفى واعلم ان كم الاستفهامية وكم الخبرية لا يتقدم عليهما شيء من متعلقات جمنتهما الا حرف الجر والمضاف فهما يعملان فيهما الجر فالاول نحو بكم درهما اشتريت هذا الكتاب ونحو ديوان كم شاعرا كم شاعرا قرأت والثانية نحو الى كم بلد سافرت ونحو خطبة كم خطيب سمعت فوعيت وتشترك كم الاستفهامية وكم الخبرية في خمسة امور كونهما كنايتين عن عدد مبهم مجهول الجنس والمقدار وكونهما مبنيتين وكون البناء على السكون ولزوم التصدير والاحتياج الى التمييز وافترقان في خمسة امور ايضا واحد ان مميزيهما مختلفان اعرابا وقد تقدم شرح ذلك اثنان ان الخبرية تختص بالماضي كربا فلا يجوز ان تقول كم كتب ساشتري كما لا تقول رب دار سابني ويجوز ان تقول كم كتابا ستشتري ثلاثة ان المتكلم بالخبرية لا يستدعي جوابا لانه مخبر وليس بمستفهم اربع ان التصديق او التجذيب يتوجه على الخبرية ولا يتوجه على الاستفهامية لان الكلام الخبرية يحتمل الصدق والكذب ولا يحتملهما الاستفهامي لانه انشائي خمسة ان المبدل من الخبرية لا يقترن بهمزة الاستفهام تقول كم رجل في الدار عشرة بل عشرون وتقول كم كتاب اشتريت عشرة بل عشرين اما المبدل من الاستفهامية فيقترن بها نحو كم كتبك عشرة ام عشرون ونحو كم كتابا اشتريت عشرة ام عشرين عنوان ستة كأي وتمييزها الصفحة الثامنة عشرة بعد المئة كأي مثل كم الخبرية معنا فهي توافقها في الابهام والافتقار الى التمييز والبناء على السكون وافادة التكثير ولزوم ان تكون في صدر الكلام والاختصاص بالماضي وحكم مميزها ان يكون مفردا مجهورا بمن كقوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وقوله وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وقول الشاعر وكاء ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم وقد ينصب على قلة كقول الآخر وكاء لنا فضلا عليكم ومنة قديما ولا تدرون ما من منعم وقول غيره اطرد اليأس بالرجاء فكأي آلما حم يسره بعد عسري وحكمها في الإعراب كحكم أختها كم الخبرية إلا أنها إن وقعت مبتدأا لا يخبر عنها إلا بجملة أو شبهها أي الظرف والجار والمجهور كما رعيت ولا يخبر عنها بمفرب فلا يقال كأي من رجل جاهل طريق الخير بخلاف كم عنوان سبعة كذا وتمييزها الصفحة التاسعة عشرة بعد المئة تكون كذا كماية عن العدد المبهم قليلا كان أو كثيرا نحو جاءني كذا وكذا رجلا وعن الجملة نحو قلت كذا وكذا حديثا والغالب أن تكون مكررة بالعطف كما رأيت وقد تستعمل مفردة أو مكررة بلا عطف وحكم مميزها أنه مفرد منصوب دائما كما رأيت ولا يجوز جره قال الشاعر كنت كذا وكذا عالما ومفعولا فيه نحو سافرت كذا وكذا يوما وسرت كذا وكذا ميلا ومفعولا مطلقا نحو بربت اللصة كذا وكذا بربا ومبتدأ نحو عندي كذا وكذا كتابا وخبر النحو المسافرون كذا وكذا رجلا انتهى الشريط السادس والعشرون وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع والعشرون من الكتاب عنوان ثمانية بعض أحكام التمييز الصفحة المتممة للعشرين بعد المئة واحد عامل النصب في تمييز الذاتي هو الاسم المبهم المميز وفي تمييز الجملة هو ما فيها من فعل أو شبهه اثنان لا يتقدم التمييز على عامله إن كان ذاتا كرطل زيتا أو فعلا جامدا نحو ما أحسنه رجلا نعم زيد رجلا بئسا عمر امرأة ونظر تقدمه على عامله المتصرف كقوله أَنَفْسًا تَطِيبُ بِنَيْلِ الْمُنَاءِ وَدَاعِ الْمَنُونِ يُنَاديِ جِهَارًا أَمَّا تَوْسُطُهُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَمَرْفُوِهِ فَجَائِزٌ نَحْوَ طَابَ نَفْسًا عَلِيٌ ثلاثة لا يكون التمييز إلا اسما صريحا فلا يكون جملة ولا شبهها أربعة لا يجوز تعدده خمسة الأصل فيه أن يكون اسما جامدا وقد يكون مشتقا إن كان وصفا ناد عن موصوفه نحو لله ضره فارسا ما أحسنه عالما مررت بعشرين راكبا لأن الأصل لله ضره رجلا فارسا وما أحسنه رجلا عالما مررت بعشرين رجلا راكبا فالتمييز في الحقيقة إنما هو الموصوف المحنوف ستة الأصل فيه أن يكون نكرة وقد يأتي معرفة لفه وهو في المعنى نكرة كقول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا فوضت وطدت النفس يا قيس عن عمري وقول الآخر علامة ملئت الرعب والحرب لم تكد فإن الزائدة والأصل طدت نفسا وملئت رعبا كما قال تعالى لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذا قولهم ألم فلان رأسه أي ألم رأسا قال تعالى إلا من سفها نفسه وقال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها أي سفها نفسا وبطرت معيشة فالمعرفة هنا كما ترى في معنى النكرة وكثير من النحات ينصبون الاسم في نحو ألم رأسه وسفها نفسه وبطرت معيشتها على التشبيه بالمفعول به ومنهم من لم يشترط تنكير التمييز بل يجيز تعريفه مستشهدا بما مر من الأمثلة والحق أن المعرفة لا تكون تمييزا إلا إذا كانت في معنى التنكير كما قدمنا سبع قد يأتي التمييز مؤكدا خلافا لكثير من العلماء كقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا ونحو اشتريت من الكتب عشرين كتابا فشهرا وكتابا لم يذكر للبيان لأن الذات معروفة وإنما ذكر للتأكيد ومن ذلك قول الشعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق ثمانية لا يجوز الفصل بين التمييز والعدد إلا ضرورة في الشعر كقوله في خمس عشرة من جماد ليلة يريد في خمس عشرة ليلة من جماد تسعة إذا جئت بعد تمييز العدد كأحد عشر وأخواتها وعشرين وأخواتها بنعت صح أن تفرده منصوبا باعتبار لفظ التمييز نحو عندي ثلاثة عشر أو ثلاثون رجلا كريما وصح أن تجمعه جمع تكسير منصوبا باعتبار معنى التمييز نحو عندي ثلاثة عشر أو ثلاثون رجلا كراما لأن رجلا هنا في معنى الرجال ألا ترى أن المعنى ثلاثة عشر أو ثلاثون من الرجال ولك في هذا الجمع المنعوت به أن تحمله في الإعراب على العدل نفسه فتجعله نعتا له نحو عندي ثلاثة عشر أو ثلاثون رجلا كراما ولك أن تقول عندي أربعون درهما عربيا أو عربية فالتذكير باعتبار لفظ الدرهم والتأنيف باعتبار معنى لأنه في معنى الجمع كما تقدم فإن جمعت نعتا هذا التمييز جمعة صحيح وجب حمله على نفسه وجعله نعتا له لا للتمييز نحو عندي أربعة عشر أو أربعون رجلا صالحون عشرة قد يضاف العدد فيستغني عن التمييز نحو هذه عشرتك وعشر أبيك وأحد عشر أخيك لأنك لم تضف إلا والمميز معلوم الجنس عند السامع ويستثنى من ذلك إثنى عشر واثنة عشرة فلم يجيز إضافتها فلا يقال خذ إثني عشرك لأن عشرة هنا بمنزلة نون الاثنين ونون الاثنين لا تجتمع هي والإضافة لأنها في حكم التنوين فكذلك ما كان في حكمها وأعلم أن العدد المركب إذا أضيف لا تخل إضافته ببنائه فيبقى مدني الجزئين على الفتحة كما كان قبل إضافته نحو جاء ثلاثة عشرك وهنا الكوفيون أن العدد المركب إذا أضيف أعرب صدره بما تقتضيه العوامل وجر عجزه بالإضافة نحو هذه خمسة عشرك خذ خمسة عشرك أعطي من خمسة عشرك والمختار عند النحات أن هذا العدد يلزم بناء الجزئين كما قدمنا عنوان ثمانية الاستثناء الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء من حكم ما قبله نحو جاء التلاميذ إلا عليا والمخرج يسمى مستثنا والمخرج منه مستثنا من وللاستثناء ثماني أدوات وهي إلا وغير وسوى بكسر السين ويقال فيها أيضا سوى بضم السين وسوى بفتحها وخلى وعدى وحاشى وليس ولا يكون وفي هذا المبحث ثمانية مباحث عنوان واحد مباحث عامة الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئة واحد المستثناء قسمان متصل ومنقطع فالمتصل ما كان من جنس المستثنى منه نحو جاء المسافرون إلا سعيدا والمنقطع ما ليس من جنس ما استثني منه نحو احترقت الدار إلا الكتب اثنان الاستثناء استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه إذا صرفه عنه ولواه فالاستثناء صرف لفظ المستثنى منه عن أمومه بإخراج المستثنى من أن يتناوله ما حكم به على المستثنى منه فإذا قلت جاء القوم ظن أن خالدا داخل معهم في حكم المجيء أيضا فإذا استثنيته منهم فقد صرفت لفظ القوم عن عمومه باستثناء أحد أفراده وهو خالد من حكم المجيء المحكوم به على القوم لذلك كان الاستثناء تخصيص صفة عامة بذكر ما يدل على تخصيص عمومها وشمولها بواسطة أداة من أدوات الاستثناء فإذا علمت هذا علمت أن الاستثناء من الجنس هو الاستثناء الحقيقي لأنه يفيد التخصيص بعد التعميم ويزيل ما يظن من عموم الحكم وأما الاستثناء من غير الجنس فهو استثناء لا معنى له إلا الاستدراك فهو لا يفيد تخصيصا لأن الشيء إنما يخصص جنسه فإذا قلت جاء المسافرون إلا أمتعتهم فلفظ المسافرين لا يتناول الأمتعة ولا يدل عليها وما لا يتناوله اللفظ فلا يحتاج إلى ما يخرجه منه ولكن إنما استثنيت هنا استدراكا كي لا يتوهم أن أنتعتهم جاءت معهم أيضا كما هي عادة المسافرين فالاستثناء المتصل يفيد التخصيص بعد التعميم لأنه استثناء من الجنس والاستثناء المنقطع يفيد الاستدراك للتخصيص لأنه استثناء من غير الجنس ثلاثة لا يستثناء إلا من معرفة أو نكرة مفيدة فلو قالوا جاء قوم إلا رجلا منهم ولا جاء رجال إلا خالدا فإن أفادت النكرة جاز الاستثناء منها نحو جاءني رجال كانوا عندك إلا رجلا منهم ونحو ما جاء أحد إلا سعيدا قال تعالى فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وتكون النكرة مفيدة إذا أضيفت أو وصفت أو وقعت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام وكذا لا يستثنى من المعرفة نكرة لم تخصص فلا فلا يقال جاء القوم إلا رجلا فإن تخصصت جاز نحو جاء القوم إلا رجلا منهم أو إلا رجلا مريضا أو إلا رجل سوء أربع الناصب للمستثناء بإلا هو إلا نفسها على المعتمد وقيل ما تقدمه من فعل أو شبهه خمسة يصح استثناء قليل من كثير وكثير من أكثر من وقد يستثناء من الشيء نصفه تقول له علي عشرة إلا خمسة قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه فقد سم النصف قليلا واستثناه من الأصل وقال قوم لا يستثنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه وهو مردود بهذه الآية ستة استثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له وما ورد من ذلك فليست إلا فيه للاستثناء للاستثناء على سبيل الأصل وإنما هي بمعنى لكن وهو ما يسمونه الاستثناء المنقطع ومع ذلك فلابد من الارتباط بين المستثناء منه والمستثناء كما ستعلم ذلك ومن ذلك قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أي لكن أنزلناه تذكرة وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أي لكن من تولى وكفر عنوان اثنان حكم المستثناء بإلا المتصل الصفحة السادسة والعشرون بعد المئة إذا كان المستثناء بإلا متصلا فله ثلاث أحوال وجوب النصب بإلا وجواز النصب والبدلية ووجوب أن يكون على حسب العوامل قبله عنوان متى يجب نصب المستثناء بإلا يجب نصب المستثناء بإلا في حالتين واحد أن يقع في كلام تام موجب سواء أتأخر عن المستثناء منه أم تقدم علي فالأول نحو ينجح التلاميذ إلا الكسول والثاني نحو ينجح إلا الكسول التلاميذ والمراد بالكلام التام أن يكون المستثناء منه مذكورا في الكلام وبالموجب أن يكون الكلام مثبتا غير منفي وفي حكم النفي النهي والاستشهام الإنكاري ولا فرق بين أن يكون النفي معنا أو بالأداء كما ستعلم اثنان أن يقع في كلام تام من منفي أو شبه منفي ويتقدم على المستثنى منه نحو ما جاء إلا سليما أحد ومنه قول الشار وما لي إلا آل أحمد شعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب فإن تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه جاز مصب المستثنى بإلا وجاز جعله بدلا من المستثنى منه نحو ما في المدرسة أحد إلا أخاك أو إلا أخوك كسول عنوان متى يجوز في المستثنى بإلا الوجهان الصفحة السابعة والعشرون بعد المئة يجوز في المستثنى بإلا الوجهان جعله بدلا من المستثنى منه ومصبه بإلا إن وقع بعد المستثنى منه في كلام تام من منفي أو شبه منفي نحو ما جاء القوم إلا علي وإلا عليا وتقول في شبه النفي لا يقم أحد إلا سعيد وإلا سعيدا وهل فعل هذا أحد إلا أنت وإلا إياك والإتباع على البدلية أولى والمصب عربي جيد ومنه قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وقرئ إلا امرأتك بالرفع على البدلية ومن أنثلة البدلية والكلام منفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم وقرئ إلا قليلا بالنسبب إلا وقوله لا إله إلا الله وقوله ما من إله إلا إله واحد وقوله ما من إله إلا الله ومن أنثلتها والكلام شبه منفي لأنه استفهام إنكري قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله وقوله ومن يقمط من رحمة ربه إلا الضالون وقد يكون النفي معنويا لا بالأداة فيجوز فيما بعد إلا الوجه أيضا البدلية والنسبب إلا والبدلية أولى نحو تبدلت أخلاق القوم إلا خالد وإلا خالدا لأن المعنى لم تبق أخلاقهم على ما كانت عليه ومنه قول الشاعر وبالصريمة منهم منزل خلق عاف تغير إلا النؤي والوتد فمعنى تغير لم يبق على حاله وإنما جاز الوجهان في مثل ما تقدم لأنك إن رعيت جانب اللفظ نصدت ما بعد إلا لأن الجملة قد استوفت جزئيها المسند والمسند إلي فيكون ما بعد إلا فضلة والفضلة منصوبة وإن رعيت جانب المعنى رفعت ما بعدها لأن المسند إليه في الحقيقة هو ما بعد إلا لذلك يصح تفريغ العامل الذي قبلها له وتسليطها عليه وتسليطه عليه فإن فإن قلت ما جاء القوم إلا خالد أو خالدا صح أن تقول ما جاء إلا خالد فنصبه باعتبار أنه عمدة في المعنى فهو بدل مما قبله والمبدل منه في حكم المطروح ألا ترى أنك إن قلت أكرمت خالدا إياك صح أن تقول أكرمت إياك عنوان ثلاث فوائد الصفحة الثامنة والعشرون بعد المعنى واحد يجوز في نحوي ما أحد يقول ذلك إلا خالد رفع ما بعد إلا على البدلية من أحد وهو الأولى أو على البدلية من ضمير يقول ويجوز نصبه على الاستثناء ويجوز في نحوي ما رأيت أحد يقول ذلك إلا خالدا نصب ما بعد إلا على البدلية من أحد وهو الأولى ونصبه بإلا ويجوز رفعه على أنه بدل من ضمير يقول ومن مجيئه مرفوعا على البدلية من ضمير الفعل المستتري قول الشاعر في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها اثنان تقول ما جاءني من أحد إلا خالدا وإلا خالد فالنصب على الاستثناء والرفع على البدلية من محل أحد لأن محله الرفع على الفاعلية ومن حرف جر زائد ولا يجوز فيه الجر على البدلية من لفظ المجرور لأن البدل على نية تكرار العامل وهنا لا يجوز أن تكرره فلا يجوز أن تقول ما جاءني من أحد إلا من خالد وذلك لأن من زائدة لتأكيد النفي وما بعد إلا مثبت لأنه مستثنا من منفي فلا تدخل عليه من هذه لكن إن قلت ما أخذت الكتاب من أحد إلا خالد جاز الجر على البدلية من اللفظ لأن من هنا ليست زائدة فلو كررت العامل فقلت ما أخذت الكتاب من أحد إلا من خالد لجاز وكذلك تقول ليس فلان بشيء إلا شيئا لا يعبع به بالنصب فقط إما على الاستثناء وإما على البدلية من موضع شيء المجرور بحرف الجر الزائد لأن موضعه النصب على أنه خبر ليس ولا تجوز البدلية بالجر لأن الباء هنا زائدة لتأكيد النفي وما بعد إلا مثبت فلو كررت الباء مع البدل فقلت ليس فلان بشيء إلا بشيء لا يعبع به لم يجز ومن ذلك قول الشعر أبني لبينا لستم بيد إلا يدا ليست لها عضد لكن إن قلت ما مرت بأحد إلا خالد جاز الجر على البدلية من اللفظ لأن الباء هنا أصلية فإن قلت ما مررت بأحد إلا بخالد بتكريرها جاز ثلاثة علمت أنه إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في الكلام التام المنفي فليس فيه إلا النصب على الاستثناء نحو ما جاء إلا خالدا أحد غير أن الكوفيين والبغداديين يجيزون جعله معمولا للعامل السابق وجعل المستثنى منه المتأخر تابعا له في إعرابه على أنه بدل منه فيجوزون أن يقال ما جاء إلا خالد أحد فخالد فاعل لجاء وأحد بدل من خالد ومن ذلك ما حكاه سيبويه عن يونس أنه سمع قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أبوك ناصر وعليه قول الشاعر لأنهم يرجون منك شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا وهذا من البدل المقلوب لأنك ترى أن التابع هنا وهو البدل ناصر وشافع قد كان متبوعا أي مبدلا منه وأن المتبوع وهو المبدل منه أبوك والنبيون قد كان تابعا أي بدلا لأن الأصل ما لي ناصر إلا أبوك وإذا لم يكن شافع إلا النبيون ونظيره في القلب أي جعل التابع متبوعا والمتبوع تابعا قولك ما مررت بمثلك أحد فأحد بدل من مثلك مجرور مثله وقد كان مثلك صفة له مؤخرة عنه لأن الأصل ما مررت بأحد مثلك عنوان متى يجب أن يكون المستثنى بإلا على حسب العوامل الصفحة الحادية والثلاثون بعد المئة يجب أن يكون المستثنى بإلا على حسب ما يطلبه العوامل قبله متى حذف المستثنى منه من الكلام فيتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها كما لو كانت إلا غير موجودة ويجب حينئذ أن يكون الكلام منفيا أو شبه منفي نحو ما جاء إلا علي ما رأيت إلا علي ما مروت إلا بعلي ومنه في النفي قوله تعالى ولا تقول على الله إلا الحق وقوله ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ومنه في الاستفهام قوله سبحانه فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وقد يكون النفي معنويا كقوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره لأن معنى يأبى لا يريد عنوان فائدة الصفحة الحادية والثلاثون بعد المئة إذا تكررت إلا للتوكيد بحيث يصح حذفها وذلك إذا تلت وعوى العطف أو تلاها بدل مما قبلها كانت زائدة لتوكيد الاستثناء غير مؤثرة فيما بعدها فالأول نحو ما جاء إلا زهير وإلا أسامة والثاني نحو ما جاء إلا أبوك إلا خالد وقد اجتمع البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله وإن تكررت لغير التوكيد بحيث لا يصح حنفها فالكلام على ثلاثة أوجه واحد أن يحذف المستثمى منه فتجعل واحدا من المستثنيات معمولا للعامل وتنصب ما عدا تقول ما جاء إلا سعيد إلا خالدا إلا إبراهيم والأولى تسليط العامل على الأول ونصب ما عدا كما ترى ولك أن تنصب الأول وترفع واحدا مما بعد اثنان أن يذكر المستثنى منه والكلام مثبت فتنصب الجميع على الاستثناء نحو جاء القوم إلا سعيدا إلا خالدا إلا إبراهيم انتهى الوجه الأول ثلاثة أن يذكر المستثنى منه والكلام من فيه فإن تقدمت المستثنيات وجب نصبها كلها نحو ما جاء إلا خالدا إلا سعيدا إلا إبراهيم أحد وإن تأخرت أبدلت واحدا من المستثنى منه ونصبت الباقي على الاستثناء والأولى الدال الأول ونصب الباقي نحو ما جاء القوم إلا خالد إلا إبراهيم عنوان ثلاثة حكم المستثنى بإلا المنقطع الصفحة الثانية والثلاثون بعد المية إن كان المستثنى بإلا مقطعا فليس فيه إلا المصبب إلا سواء أتقدم على المستثنى منه أم تأخر وسواء وسواء أكان الكلام موجبا أم من في نحو جاء المسافرون إلا أمتعتهم جاء إلا أمتعتهم المسافرون ما جاء المسافرون إلا أمتعتهم ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجز إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا تجوز البدلية في الكلام المنفي هنا كما جاءت في المستثنى المتصل إذ لا معنى لإبدال الشيء من غير الجنس وبنو تمين يجيزون البدلية فيه إن صح تفرغ العامل قبله له وتسلطه عليه فيجيزون أن يقال ما جاء المسافرون إلا أمتعتهم لأنك لو قلت ما جاء إلا أمتعة المسافرين لصح وعليه قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا لعافير وإلا العيس وقول الآخر عشية لا تغني الراح مكانها ولم نبلو إلا المشرفي المصمم وقول غيره ومن تكرام قد نكحنا ولم يكن لما خاطب إلا السنان وعامل عنوان فائدة الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئة اعلم اعلم أنه لا يكون الاستثناء المنقطع إلا إذا كان للمستثنى علاقة بالمستثنى منه فيتوهم بذكر المستثنى منه دخول المستثنى معه في الحكم فتقول جاء السادة إلا خدمهم إذا كان من العادة أنهم يجيؤون معهم فإن لم يكن من العادة ذلك فلا معنى لهذا الاستثناء وتقول رجع المسافرون إلا أثقالهم أو إلا دوابهم لأن الإخبار برجوعهم يتوحم منه رجوع أثقالهم أو دوابهم معهم وقد تكون العلاقة بينهما لكنه لا يتوهم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه وإنما يذكر لتمكين المعنى في نفس السامع والتهويل به كأن تقول لا يخطب في الحرب خطيب إلا ألسن النيران وقد صح الاستثناء مع عدم التوهم لمكان المناسبة بين صوت النار وصوت الخطيب المتأجج حماسة وللتهويل بشدة الحال وكذا إن قلت سلكت فلاة ليس فيها أنيس إلا الذئاب أو إلا رحوشها فلمناسبة التضاد بين الأنيس والذئاب ولتمثيل حول الموقف لهذا لم يتعد الصواب من أجاز من العربي البدلية في الكلام التام من منفي من هذا الاستثناء لأنه في حكم المتصل معنا ألا ترى أنك إن حففت المستثنى منه وصلت العامل فيه على المستثنى صح اللفظ والمعنى فتقول لا يتكلم في الحرب إلا ألسن النيران وتقول مررت بفلاة ليس فيها إلا الذئاب من غير أن ينقص من المعنى شيء إلا ما كنت تريده من إعظام الأمر وتهويله ويجري هذا المجرى الأبيات الثلاثة التي مرت بك آنفا هذا هو الحق فاعتصم به وبما قدمناه تعلم أن في إطلاق النحات الكلام في الاستثناء المنقطع تساهلا لا ترضاه أساليب البيان العربي وتمثيلهم له بقولهم جاء القوم إلا حمارا شيء يأباه كلام العرب نعم يصح أن تقول جاء القوم إلا الحمار أو إلا حمارا لهم أو إلا حمارهم إن كان من العادة أن يكون معهم أما جاء القوم إلا حمارا فلا يجوز وإن كان من العادة مجيء حمار معهم لأنه لا يجوز استثناء النكرة غير المفيدة أي التي لم تخصص من المعرفة كما قدمنا عنوان أربعة إلا بمعنى غير الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة الأصل في إلا أن تكون للاستثناء وفي غير أن تكون وصفا ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيوصف بإلا ويستثنى بغير فإن كانت إلا بمعنى غير وقعت هي وما بعدها صفة لما قبلها وذلك حيث لا يراد بها لاستثناء وإنما يراد بها وصف ما قبلها بما يغير ما بعدها ومن ذلك حديث الناس هلك إلا العالمون والعالمون هلك إلا العاملون والعاملون هلك إلا المخلصون أي الناس غير العالمين هلك والعالمون غير العاملين هلك والعاملون غير المخلصين هلك ولو أراد الاستثناء لنصب ما بعد إلا لأنه في كلام تام مجم وقد يصح الاستثناء كهذا الحديث وقد لا يصح فيتعين أن تكون إلا بمعنى غير كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فإلا وما بعدها صفة لآلهة لأن المراد من الآية نفي الآلهة المتعددة وإثبات الإله الواحد الفرد ولا يصح الاستثناء بالنصب لأن المعنى حين إذ يقول لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا وذلك يقتضي أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسد وهذا وهذا ظاهر الفساد وهذا كما تقول لو جاء القوم إلا خالدا لأخفقوا أي لو جاءوا مستثنا منهم خالد بمعنى أنه ليس بينهم لأخفقوا فهم لم يخفقوا لأن بينهم خالدا ونظور الآية في عدم جواز الاستثناء أن تقول لو كان معي دراهم إلا هذا الدرهم فإن قلت إلا هذا الدرهم بالنصب كان المعنى لو كان معي دراهم ليس فيها هذا الدرهم لبذلتها فينتج أنك لم تبذلها لوجود هذا الدرهم بينها وهذا غير المراد ولا يصح أيضا أن يعرض لفظ الجلالة بدلا من آله ولا هذا الدرهم بدلا من دراهما لأنه حيث لا يصح الاستثناء لا تصح البدلية ثم إن الكلام مثبت فلا تجوز البدلية ولو صح الاستثناء لما علمت من أن النصب واجب في الكلام التام المجب وأيضا لو جعلته بدلا لكان التقدير لو كان فيهما إلا الله لفسدتا لأن البدل على نية طرح المبدل منه كما هو معلوم ولعدم صحة الاستثناء هنا وعدم جواز البدلية تعين أن تكون إلا بمعنى غير ومما جاءت فيه إلا بمعنى غير ما عدم تعذر الاستثناء معنا قول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان أي كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه ولو قال كل أخ مفارقه أخوه إلا الفرقدين لصح وألم أن الوصفة هو إلا وما بعدها معا لا إلا وحدها ولا ما بعدها وحده مع بقائها على حرفيتها كما يوصف بالجر والمجرور مع بقاء حرف الجر على حرفيته والإعراب يكون لما بعدها ومن العلماء من يجعلها اسما مبنيا بمعنى غير ويجعل إعرابها المحلية ظاهرا فيما بعدها والجنور على الأول وهو الأولى عنوان خمسة حكم المستثنى بغير وسوى غير نكرة متوغلة في الإبهام والتنكير فلا تفيدها إضافتها إلى المعرفة تعريفا ولهذا توصف بها النكرة مع إضافتها إلى معرفة نحو جاءني رجل غيرك أو غير خالد فلذا لا يوصف بها إلا نكرة كما رأيت أو شبه النكرة مما لا يفيد تعريفا في المعنى كالمعرف بأل الجنسية فإن المعرف بها وإن كان معرفة لفظا فهو في حكم النكرة معنا لأنه لا يدل على معين فإن قلت الرجال غيرك كثير فليس المراد رجالا معينين ومثلها في تنكيرها وتوغلها في الإبهام وصف النكرة أو شبهها بها وعدم تعرفها بالإضافة مثل وسو وشبه ونظير تقول جاءني رجل مثلك أو سواك أو شبهك أو نظيرك وقد تحمل غير على إلا فيستثنى بها كما يستثنى بإلا كما حملت إلا على غير فوصف بها والمستثنى بها مجرور أبدا بالإضافة إليها نحو جاء القوم غير علي وقد تحمل سوى على إلا كما حملت غير لأنها بمعناها فيستثنى بها أيضا والمستثنى بها مجرور بالإضافة إليها وحكم غير وسوا في الإعراب كحكم الاسم الواقع بعد إلا فتقول جاء القوم غير خالد بالنصب لأن الكلام تام موجد وتقول ما جاء غير خالد أحد بالنصب أيضا وإن كان الكلام منفيا لأنها تقدمت على المستثنى من وتقول محترقت الدار غير الكتب بالنصب وإن كان الكلام منفيا ولم يتقدم فيه المستثنى على المستثنى منه لأنها وقعت في استثناء منقطع وتقول ما جاء القوم غير خالد أو غير خالد بالرفع على أنها بدل من القوم وبالنصب على الاستثناء لأن الكلام تام منفي قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قرأ غير بالرفع صفة للقاعدون وبالجر صفة للمؤمنين وبالنصب على الاستثناء وتقول ما جاء غير خالد بالرفع لأنها فاعل وما رأيت غير خالد بالنصب لأنها مفعول به ومررت بغير خالد بجرها بحرف الجر وإنما لم تنصب غير هنا على الاستثناء لأن المستثنى منه غير مذكور في الكلام فتفرغ ما كان يعمل فيه للعمل فيها واعلم أنه يجوز في سواء ثلاث لغات سواء بكسر السين وسواء بضمها وسواء بفتحها مع المد عنوان ستة حكم المستثنى بخلا وعدى وحاشى الصفحة التاسعة والثلاثون بعد المئة خلا وعدى وحاشى أفعال أفعال ماضية ضمنت معنى إلا الاستثنائية فاستثني بها كما يستثنى بإلا وحكم المستثنى بها جواز نصبه وجره فالنصب على أنها أفعال ماضية وما بعدها مفعول به والجر على أنها أحرف جر شبيهة بالزائد نحو جاء القوم خلا عليا أو علي والنصب بخلا وعدى كثير والجر بهما قليل والجر بحاشى كثير والنصب بها قليل وإذا جررت بهن كان الاسم بعدهن مجرورا لفظا منصوبا محلا على الاستثناء فإن جعلت أفعالا كان فاعلها ضميرا مستطرا يعود على المستثنى منه والتزم إفراده وتذكيره لوقوع هذه الأفعال موقع الحرف لأنها قد تضمنت معنى إلا فأشبهتها في الجمود وعدم التصرف والاستثناء بها والجملة إما حال من المستثنى منه وإما استئنافية ومن العلماء من جعلها أفعالا لا فاعل لها ولا مفعول لأنها محمولة على معنى إلا فهي واقعة موقع الحرف والحرف لا يحتاج إلى شيء من ذلك فما بعدها منصوب على الاستثناء حملا لهذه الأفعال على إلا وهو قول في نهاية الحذق والتدقيق قال العلامة الأشمون في شرح الألفية وذهب الفراء إلى أن حاشا فعل لكن لا فاعل له والنصب بعده إنما هو بالحمل على إلا ولم ينقل عنه ذلك في خلا وعداء على أنه يمكن أن يقول فيهما مثل ذلك قال الصبام في حاشيته عليه قوله لا فاعل له أي ولا مفعول كما قال بعضهم وقوله بالحمل على إلا أي فيكون منصوبا على الاستثناء ومقتضى حمله على إلا أنه العامل للنصب فيما بعده انتهى والحق الذي ترتاح إليه النفس أن تجعل هذه الأدوات خلا وعدا وحاشا في حالة نصبها ما بعدها إما أفعالا لا فاعل لها ولا مفعول لأنها واقعة موقع الحرف وإما أحرفا للاستثناء منقولة عن الفعلية إلى الحرفية لتضمنها معنى حرف الاستثناء كما جعلوها وهي جارة أحرف جر وأصلها الأفعال وإذا اقترنت بخلا وعد ما المصدرية نحو جاء القوم ما خلا خالدا وجب نصب ما بعدهما ويجوز جره لأنهما حينئذ فعلان وما المصدرية لا تسبق الحروف والمصدر المؤول منصوب على الحال بعد تقديره باسم الفاعل والتقدير جاء القوم خالين من خالد هكذا قال النحا وأنت ترى ما فيه من التكلف والبعد بالكلام عن أسلوب الاستثناء والذي تطمئن إليه النفس أنما هذه ليست مصدرية وإنما هي زائدة لتوكيد الاستثناء بدليل أن وجودها وعدمه في إشادة المعنى سواء على أن من العلماء من أجاز أن تكون زائدة كما في شرح الشيخ خالد الأزهري لتوضيح ابن هشام أما حاشا فلا تسبقها ما إلا نادرا وهي تستعمل للاستثناء فيما ينزه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه تقول أهمل التلاميذ حاشا سليم ولا تقول صلى القوم حاشا خالد لأنه لا يتنزه عن مشاركة القوم في الصلاة وأما سليم في المثال الأول فقد يتنزه عن مشاركة غيره في الإهمال وقد تكون للتنزيه دون الاستثناء فيجر ما بعدها إما بالله منحو حاشا لله وإما بالإضافة إليها نحو حاشا الله ويجوز حذف ألفها كما رأيت ويجوز إثباتها نحو حاشا لله وحاشا الله ومتى استعملت للتنزيه المجرد كانت اسما مرادفا للتنزيه منصوبا على المفعولية المطلقة انتصاب المصدر الواقع بدلا من التلفظ بفعله وهي إن لم تضف ولم تنون كانت مبنية لشبهها بحاشا الحرفية لفظا ومعناء وإن أضيفت أو نونت كانت معربة لبعدها بالإضافة والتنوين من شبه الحرف لأن الحروف لا تضاف ولا تنون نحو حاشا الله وحاشا لله وقد تكون فعلا متعديا متصرفا مثل حاشيته أحاشيه بمعنى بمعنى استثنيته أستثنيه فإن سبقتها ما كانت حينئذ نافية وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إليه وقال رويه ما حاشا فاطمة ولا غيرها وتأتي فعلا مضارعا تقول خالد أفضل أقرانه ولا أحاشي أحدا أي لا أستثني ومنه قول الشاعر ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد وإن قلت حاشاك أن تكذب وحاشا زهيرا أن يهمل فحاشا فعل ماض بمعنى جانب وتقول أيضا حاشا لك أن تهمل فتكون اللام حرف جر زائدا في المفعول به للتقوية وإن قلت أحاشيك أن تقول غير الحق فالمعنى أنزهك عنوان سبعة حكم المستثنى بليس ولا يكون الصفحة الثانية والأربعون بعد المئة ليس ولا يكون من الأفعال الناقصة الرافعة للاسم الناصبة للخبر وقد يكونان بمعنى إلا الاستثنائية فيستثنى بهما كما يستثنى بها والمستثنى بعدهما واجب النصب لأنه خبر لهما نحو جاء القوم ليس خالدا أو لا يكون خالدا والمعنى جاءوا إلا خالدا واسمهما ضمير مستثر يعود على المستثنى منه والخلاف في مرجع الطمير فيهما كالخلاف في مرجعه في خلا وعداء وحاشاء فراجع هكذا قال النحان أما ما تطمئن إليه النفس فأن يجعل فعلين لا مرفوع لهما ولا منصوب لتضمنهما معنى إلا أو يجعل حرفين للاستثنى نقلا لهما عن الفعلية إلى الحرفية لتضمنهما معنى إلا كما جعل الكوفيون ليس حرف عطف إذا وقعت موقع على النافية العاطفة نحو خذ الكتاب ليس القلم وكما قال الشار والأشرم المطلوب ليس الطالب برفع الطالب عطفا بليس على المطلوب أي الأشرم الطالب للمطلوب انتهى الشريط السابع والعشرون وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن والعشرون من الكتاب عنوان ثمانية شبه الاستثناء الصفحة الثالثة والأربعون بعد المئة شبه الاستثناء يكون بكلمتين لاسيما وبيدا فلاسيما كلمة مركبة من سي بمعنى مثل ومثناها سيام وملا النافية للجنس وتستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها فإذا قلت اجتهد التلاميذ ولاسيما خالد فقد رجحت اجتهاد خالد على غيره من التلاميذ وتشديد يائها وسبقها بالواو ولا كل ذلك واجب وقد تخفف يائها وقد تحذف الواو قبلها نادرا وقد تحذف ما بعدها قليلا اما حظ لا فلم يرد في كلام من يحتج بكلامه والمستثنى بها ان كان نكرة جاز جره ورفعه ونصبه تقول كل مجتهد يحب ولا سيما تلميذ مثلك او ولا سيما تلميذ مثلك او ولا سيما تلميذ مثلك وجره اولى واكثر واشهر فالجر بالاضافة الى سي وما زائده والرفو على انه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو وتكون ما اسم موصول محلها الجر بالاضافة الى سي وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول ويكون تقدير الكلام يحب كل مجتهد لا مثل محبة الذي هو تلميذ مثلك لانك مفضل على كل تلميذ والنصب على التمييذ لسي وما زائده وان كان المستثنى بها معرفة جاز جره وهو الاولى وجاز رفعه نحو نجح التلاميذ ولا سي ما خليل او ولا سي ما خليل ولا يجوز نصبه لان شرط التمييذ ان يكون نكرة وحكم سي انها ان اضيفت كما في صورتي جر الاسم ورفعه بعدها فهي معربة منصوبة بلا النافية للجنس كما يعرب اسم لا في نحو لا رجل سوء في الدار وان لم تضف فهي مبنية على الفتح كما يبنى اسم لا في نحو لا رجل في الدار وقد تستعمل لا سيما بمعنى خصوصا فيرتى بعدها بحال مفردة او بحال جملة او بالجملة الشرطية واكعة موقع الحال فالاول نحو احب المطالعة ولا سيما منفردا والثاني نحو احبها ولا سيما وانا منفرد والثالث نحو احبها ولا سيما ان كنت منفردا وقد يليها الظرف نحو احب الجلوس بين الغياض ولا سيما عند الماء الجاري ونحو يطيب لي الاشتغال بالعلم ولا سيما ليلا او ولا سيما اذا اوى الناس الى مضاجعهم اما بيدا فهي اسم ملازم للنصب على الاستثناء ولا يكون الا في استثناء منقطع وهو يلزم الاضافة الى المصدر المؤول بان التي تنصب الاسم وترفع الخبر نحو انه لكثير المال بيد انه بخيل ومنه حديث انا افصح من نطق بالضاب بيد اني من قريش واستردعت في بني سعد ابن بكر عنوان تسعة المنادى الصفحة الخامسة والاربعون بعد المئة المنادى اسم وقع بعد حرف من احرف النداء نحو يا عبدالله وفي هذا البحث اربعة عشر مبحثات واحد احرف النداء احرف النداء سبعة وهي ا ا ا ي ا ا ا ه و فاي و ا للمنادى القريب وا ي و ه و ا للمنادى البعيد و و يا لكل منادى قريبا كان او بعيدا او متوسطا و و للندى وهي التي ينادى بها المندوب المتفجع عليه نحو و كبدي و حصرتي وتتعين يا في نداء اسم الله تعالى فلا ينادى بغيرها و في الاستغاثة فلا يستغاث بغيرها وتتعين هي او و في الندبة فلا يندب بغيرهما الا ان و في الندبة اكثر استعمالا منها لان يا تستعمل للندبة اذا امن الالتباس بالنداء الحقيقي كقوله حملت امرا عظيما فاستبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمر عنوان اثنان اقسام المنادى واحكامه الصفحة السادسة والاربعون بعد المع المنادى خمسة اقسام المفرد المعرفة والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف والمراد بالمفرد والمضاف والشبيه بالمضاف ما اريد به في باب لا النافية للجنس فراجعه في الجزء الثاني من هذا الكتاب والمراد بالنكرة المقصودة كل اسم نكرة وقع بعد حرف من احرف النداء وقصد تعيينه وبذلك يصير معرفة لدلالته حينئذ على معين راجى مبحث المعرفة والنكرة في الجزء الاول من هذا الكتاب وحكم المنادى انه منصوب اما لفظا واما محلا وعامل النصب فيه اما فعل محذوف وجوبا تقديره ادعو ناب حرف النداء منابه واما حرف النداء نفسه لتضمنه معنى ادعو وعلى الاول فهو مفعول به للفعل المحذوف وعلى الثاني فهو منصوب بيا نفسها فينصب لفظا بمعنى انه يكون معربا منصوبا كما تنصب الاسماء المعربة اذا كان نكرة غير مقصودة او مضافا او شبيها به فالاول نحو يا غافلا تنبه والثاني نحو يا عبد الله والثالث نحو يا حسنا خلقه وينصب محلا بمعنى انه يكون مبنيا في محل نصب اذا كان مفردا معرفة او نكرة مقصودة فالاول نحو يا زهير والثاني نحو يا رجل وبناؤه على ما يرفع به من ضمة او الف او واو نحو يا علي يا موسى يا رجل يا فتى يا رجلان يا مجتهدون عنوان بعض احكام للمنادى المبني المستحق للبناء الصفحة السابعة والاربعون بعد المئة واحد اذا كان المنادى المستحق للبناء مبنيا قبل النداء فانه يبقى على حركة بنائه ويقال فيه انه مبني على ضمة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء الاصلية نحو يا سيبويه يا حفام يا خباث يا هذا يا هؤلاء ويظهر اثر ضم البناء المقدر في تابعه نحو يا سيبويه الفاضل يا حفام الفاضلة يا هذا المجتهد يا هؤلاء المجتهدون اثنان اذا كان المنادى مفردا ألما موصوفا بابن ولا فاصل بينهما والابن مضاف إلى علم جاز في المنادى وجهان ضمه للبناء ونصبه نحو يا خليل بن احمد يا خليل بن احمد يا خليل بن احمد والفتح اولى اما ضمه فعلى القاعدة لانه مفرد معرفة واما مصبه فعلى اعتبار كلمة ابن زائدة فيكون خليل مضافا واحمد مضافا اليه وابن الشخص يضاف اليه لمكان مناسبة بينهما والوصف بابنه كالوصف بابنه نحو يا هند ابنة خالد ويا هند ابنة خالد اما الوصف بالبنت فلا يغير بناء المفرد العلم فلا يجوز معها الا البناء على الضم نحو يا هند ابنة خالد ويتعين ضم المناد في نحو يا رجل ابن خالد ويا خالد ابن اخينا لانتفاء عالمية المناد في الاول وعالمية المضاف الى ابن في الثاني لانك ان حففت ابنا فقلت يا رجل خالد ويا خالد اخينا لم يبقى للاضافة معنا وكذا يتعين ضمه في نحو يا علي الفاضل ابن سعيد لوجود الفصل لانه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه ثلاثة اذا يكرر المناد مضافا فلك نصب الاسمين معا نحو يا سعد سعد الاوس ولك بناء الاول على الضم نحو يا سعد سعد الاوس اما الثاني فهو منصوب ابدا اما نصب الاول فعلى انه مضاف الى ما بعد الثاني والثاني زائد للتوكيد لا اثر له في خفض ما بعده او على انه مضاف لمحذوف مماثل لما اضيف اليه الثاني اما بناءه اي بناء الاول على الضم فعلى اعتباره مفردا غير مضاف واما نصب الثاني فلانه على الوجه الاول توكيد لما قبله وعلى الوجه الثاني بدل من محله او عطف بيان اربعة المنادى المستحق للبناء على الدم اذا اضطر الشاعر الى تنوينه جاز تنوينه مضموما او منصوبا ويكون في الحالة الاولى مبنية وفي الثانية معربا منصوبا كالعلم المضاف فمن الاول قول الشاعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام وقول الاخر يخاطب جملة حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت فحيي ويحك من حياك يا جمل ليت التحية كانت لي فاشكرها مكان يا جمل حييت يا رجل ومن الثاني قول الشاعر ضربت صدرها الي وقالت يا عبيا لقد وقتك الاواقي ومن العلماء من اختار البناء ومنهم من اختار النصب ومنهم من اختار البناء مع العلم والنصب مع اسم الجنس عنوان فلائد الصفحة التاسعة والاربعون بعد المئة اذا وقع ابن او ابنه بين علمين في غير النداء واريد بهما وصف العلم فسبيل ذلك الا ينون العلم قبلهما في رفع ولا نصب ولا جر تخفيفا وتحذف همزة ابن تقول قال علي ابن ابي طالب احب علي ابن ابي طالب رضي الله عن علي ابن ابي طالب وتقول هذه هند ابنة خالد رأيت هند ابنة خالد مررت بهند ابنة خالد وقد جوزوا في ضرورة الشعر تنوين العلم الموصوف بهما وعليه قول الشاعر جارية من قيس ابن ثعلبة كأنها حلية سيف مذهبة اما اذا لم يرد بهما الوصف بل اريد بهما الاخبار عن العلم فانه ينون العلم وجوبا وتثبت همزة تقول خالد ابن سعيد ان خالد ابن سعيد ظننت خالد ابن سعيد فان وقع بين علم وغير علم فسبيل العلم قبلهما التنوين مطلقا وان وقع صفة للعلم او خبرا عنه فالاول هذا خالد ابن اخينا هذه هند ابنة اخينا والثاني نحو خالد ابن اخينا ان هندا ابنة اختنا وهمزة ابن ثابتة هنا على كل حال كما رأيت عنوان ثلاثة نداء الضمير نداء الضمير شاذ نادر الوقوع في كلامهم وقصره ابن عصفور على الشعر واختار ابو حيان انه لا ينادى البتة والخلاف انما هو في نداء ضمير الخطاب اما نداء ضميري التكلم والغيبة فاتفقوا على انه لا يجوز نداؤهما بتة فلا يقال يا انا يا ايايا يا هو يا اياه واذا ناديت الضمير فانت بالخيار ان شئت اتيت به ضمير رفع او ضمير مصد فتقول يا انت يا اياك وفي كلت الحالتين فالضمير مبني على ضم مقدر وهو في محل نصب مثله في يا هذا ويا هذه ويا سي بوي لانه مفرد معرفة عنوان اربعة نداء ما فيه ال الصفحة الحادية والخمسون بعد المئة اذا اريد نداء ما فيه ال يؤتى قبله بكلمة ايها للمذكر وايتها للمؤنث وتبقيان مع التثنية والجمع بلفظ واحد مراعا فيهما التذكير والتأنيث او يؤتى باسم الاشارة فالاول كقوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم وقوله يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وقوله يا ايها الناس اتقوا ربكم والثاني نحو يا هذا الرجل يا هذه المرأة الا اذا كان المنادى لفظ الجلالة لكن تبقى أل وتقطع همزتها وجوبا نحو يا الله والاكثر معه حذف حرف النداء والتعويض منه بميم مشددة مفتوحة للدلالة على التعظيم نحو اللهم ارحمنا ولا يجوز ان توصف اللهم لا على اللفظ ولا على المحل على الصحية لانه لم يسمع واما قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والارض فهو على انه نداء اخر اي قل اللهم يا فاطر السماوات واذا ناديت علما مقترنا بأل وضعا حذفتها وجوبا فتقول في نداء العباس والفضل والسموألي يا عباس يا فضل يا سموأل عنوان فائدة الصفحة الثانية والخمسون بعد المئة تستعمل اللهم على ثلاثة انحاء الاول ان تكون للنداء المحط نحو اللهم اغفر لي الثاني ان يذكرها المجيب تمكينا للجواب في نفس السامة كأن يقال لك اخالد فعل هذا فتقول اللهم نعم الثالث ان تستعمل للدلالة على الندرة وقلة وقوع المذكور معها كقولك للبخيل ان الامة تعظمك اللهم ان بذلت شطرا من مالك في سبيلها عنوان خمسة احكام توابع المنادى الصفحة الثانية والخمسون بعد المئة ان كان المنادى مبنيا فتابعه على اربعة اضرب واحد ما يجب رفعه مغربا تبعا للفظ المنادى وهو تابع اي وايه واسم الاشارة نحو يا ايها الرجل يا ايتها المرأة يا هذا الرجل يا هذه المرأة ولا يتبع اسم الاشارة ابدا الا بما فيه ال ولا تتبع اي وايه في باب النداء الا بما فيه ال كما مثل او باسم الاشارة نحو يا ايها الرجل اثنان ما يجب دمه للبناء وهو البدل والمعطوف المجرد من ال اللذان لم يضاف نحو يا سعيد خليل يا سعيد وخليل ثلاثة ما يجب نصبه تبعا لمحل المنادى وهو كل تابع اضيف مجردا من ال نحو يا علي ابا الحسني يا علي وابا سعيد يا خليل صاحب خالد يا تلاميذ كلهم او كلكم يا رجل ابا خليل اربع ما يجوز فيه الوجهان الرفع معربا تبعا للفظ المنادى والنصب تبعا لمحله وهو نوعان الاول النعت المضاف المقترن بال وذلك يكون في الصفات المشتقة المضافة الى معمولها نحو يا خالد الحسن الخلقي او الحسن الخلقي يا خليل الخادم الامة او الخادمة الامة الثاني ما كان مفردا من نعت او توكيد او عطف بيان او معطوف مقترن بال نحو يا علي الكريم او الكريمة يا خالد خالد او خالدا يا رجل خليل او خليلا يا علي والضيف او والضيفة ومن العطف بالنصب تبعا لمحل المنادى قوله تعالى يا جبال او وبي معه والطير وقرأ في غير السبعة والطير بالرفع عطفا على اللفظ وان كان المنادى معربا منصوبا فتابعه ابدا منصوب معربا نحو يا ابا الحسن صاحبنا يا ذا الفضل وذا العلم يا ابا خالد والضيفاء الا اذا كان بدلا او معطوفا مجردا من ال غير مضافين فهما مبنيان نحو يا ابا الحسن علي يا عبد الله وخالد عنوان ستة حذف حرف النداء الصفحة الرابعة والخمسونة بعد المئة يجوز حذف حرف النداء بكثرة اذا كان يا دون غيرها كقوله تعالى يوسف اعرض عن هذا وقوله رب ارني انظر اليك ونحو من لا يزال محسنا احسن الي واعظ القوم اظهم ايها التلاميذ اجتهدوا ايتها التلميذات اجتهدنا ولا يجوز حذفه من المناد المندوب والمناد المستغاث والمناد المتعجب منه والمناد البعيد لان القصد اطالة الصوت والحذف النافي وقل حذفه من اسم الاشارة كقول الشاعر اذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام ومن النكرة المقصودة بالنداء كقوله افتدي مخنوق اصبح ليل ومنه قول الشاعر جاري لا تستنكري عذيري سيري واشفاقي على بعيري وقول الآخر اطرق كرى اطرق كرى ان النعام في القرى جاري منادى مرخم والاصل يا جارية والعذير ما يعذر عليه الرجل من امر يرومه ويحاوله ويكون ايضا بمعنى المصير تقول من عذيري من فلان اي مصيري ويقال عذيرك من فلان بالنصب اي هات من يعذرك او ينصرك فهو فعيل بمعنى فاعل وقوله سيري هو بدل من عذيري فكأنه قال لا تستنكري سيري وإشفاقي على بعيري والكرا الكروان كلاهما بفتح الكاف والراء والأنثى كروانه والجمع كروان بكسر الكاف وسكون الراء ويجمع على كراوينا ايضا وهو طائر قيل انه الحبارة وقيل انه الحجل وقيل هو طائر طويل الرجلين اغبر دون الدجاجة في الخلق وله صوت الحسن يكون بمصر مع الطيور الداجنة وهو من طيور الريف والقرى لا يكون في البادية قال شارح القاموس وهذا القول هو الصحيح وقولهم اطرق كرا هو مثل يضرب لمن يتكلم امامه بكلام فوهم انه المراد بالكلام اي اسكت فاني اريد من هو انبل منك وارفع منزله وقيل يضرب للرجل الحقير اذا تكلم في الموضوع الذي ليس له ولا لامثاله الكلام فيه كأنه قيل اسكت يا حقير فان الاجلاء اولى بهذا الكلام منك وقيل ان معنى اطرق كرا ان الكروان ذليل في الطير والنعام عزيز اي اسكن عند الاعزة ولا تستشرف الذي لست له بند ولا انت له باهل ويشبه الاعزة بالنعام والاذلة بالكروان وقيل يضرب للرجل يخطع بكلام يلطف له ويراد به الغائلة هذا خلاصة ما جاء في لسان العربي والقاموس وشرحه وقال الميداني في شرح امثاله يضرب للذي ليس عنده غناء اي نفى ويتكلم فيقال له اسكت وتوقى انتشار ما تلفظ به كراهة ما يتعقبه وقولهم ان النعام في القرى اي تأتيك فتدوسك باخفافها وفي شرح التوضيح للشيخ خالد الازهري انه يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو اشرف من اي تأطئ يا كروام رأسك واخفض عنقك للصيد فان اكبر منك واطول عنقا وهي النعام قد صيدت وحملت من البدو الى القرى انتهى وقد نقله الصدام في حاشيته على الاشمون ببعض تصرف وهذا التفسير ليس بشيء فلا تنخدع به واقل من ذلك حذفه من النكرة غير المقصودة ومن المشبه بالمضاف انتهى الوجه الاول عنوان سبعة حذف المنادة الصفحة السادسة والخمسون بعد المئة قد يحذف المنادة بعد يا كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما الا يا اسجد وقولك يا نصر الله من ينصر المظلوم وقول الشاعر الا يشلمي يا بارمي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر والتقدير يكون على حسب المقام فتقديره في الاية الاولى يا قوم وفي الثانية يا عبادي وفي المثال الثالث يا قوم وفي الشاعر يا بار والحق ان يا اصلها حرف نداء فان لم يكن منادى بعدها كانت حرفا يقصد به تنبيه السامع الى ما بعدها وقيل ان جاء بعدها فعل امر فهي حرف نداء والمنادى محذوف نحو الا يا جدو والتقدير الا يا قوم ونحو الا يسلمي والتقدير الا يا عبلة وإلا فهي حرف تنبيه كقوله تعالى يا ليت قومي يعلمون عنوان ثمانية المنادى المضاف الى يا المتكلم الصفحة السابعة والخمسون بعد المئة المنادى المضاف الى يا المتكلم على ثلاثة انوار اسم صحيح الاخر واسم المعتل الاخر وصفة والمراد هنا اسم الفائل واسم المفعول ومبالغة اسم الفائل فان كان المضاف الى اليا اسم صحيح الاخر غير اب ولا ام فالاكثر حرف ياء المتكلم والاكتفاء بالكسرة التي قبلها كقوله تعالى يا عبادي فاتقون ويجوز اثباتها ساكنة او مفتوحة كقوله عزاجل يا عبادي لا خوف عليكم وقوله يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ويجوز قلب الكسرة فتحة والياء الفا كقوله تعالى يا حسرة على ما فردت في جنب الله وان كان المضاف الى الياء معتل الاخر وجب اثبات الياء مفتوحة لا غير نحو يا فتايا يا حامية وان كان المضاف اليها صفة صحيحة الاخر وجب اثباتها ساكنة او مفتوحة نحو يا مكرمي يا مكرمي وان كان المضاف اليها ابا او اما جاز فيه ما جاز في المناد الصحيح الاخر فتقول يا ابي يا امي يا ابي ويا امي يا ابي يا امي يا ابا ويا ام ويجوز فيه ايضا حنف ياء المتكلم والتعويض عنها بتاء التأنيث مكسورة او مفتوحة نحو يا ابتي ويا امتي يا ابت يا امت ويجوز ابدال هذه التاء هاء في الوقف نحو يا ابا ويا امة وان كان المناد مضافا الى مضاف الى ياء المتكلم فالياء ثابتة لا غير نحو يا ابن اخي يا ابن خالي الا اذا كان ابن ام او ابن عم فيجوز اثباتها والاكثر حذفها والاجتزاء عمها بفتحة او كسرة وقد قرع قوله تعالى قال يا ابن ام ان القوم استضعفوني وقوله قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي بالفتح والكسر فالكسر على مية الياء المحذوفة والفتح على مية الالف المحذوفة التي اصلها ياء متكلم ومثل ذلك يقال في يا ابن امي قال الراجز كن لي لا علي يا ابن عم نعش عزيزين ونكف الهم واجري هذا ايضا مع ابنة ام وابنة عم واعلم انهم لا يكادون يثبتون يا المتكلم ولا الالف المنقلبة عنها الا في الضرورة فاثبات لياء كقوله يا ابن امي ويا شقيق نفسي انت خلفتني لظهر شديد واثبات الالف المنقلبة عنها كقول الاخر يا ابن تعم لا تلوم وهجعي لا يخرق اللوم حجاب مسمعي عنوان تسعة المناد المستغاث الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئة الاستغاثة هي نداء من يعين من دفع بلائن وشدة نحو يا للأقوياء للضعفاء والمطلوب منه الإعانة يسمى مستغاثا والمطلوب له الإعانة يسمى مستغاثا له ولا يستعمل للاستغاثة من أحرف النداء إلا يا ولا يجوز حذفها ولا حذف المستغاث أما المستغاث له فحذفه جائز نحو يا لله وللمستغاث ثلاثة أوجه واحد أن يجرب لا من زائدة واجبة الفتح كقول الشعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عطوهم في ازدياد وقول الآخر تكنفني الوشات فأزعجوني فيال الناس للواش المطاع والحق أن هذه اللامة زائدة لتأكيد الاستغاثة فلا تتعلق بشيء ولو كانت أصلية لم يجز حذفها مع أنه يجوز نداء المستغاث بدونها كما سترى والجمهور على أنها أصلية متعلقة إما بفعل محذوف نابت عنه يا تقديره التجئ وإما بيا نفسها لنيابتها عن هذا الفعل والجمهور أيضا على أن هذه اللامة المفتوحة هي اللام الجار وإنما فتحت للتفرقة بينها وبين لام المستغاثلة فإنها مكسورة وبعض المحققين يرى أنها بقية كلمة آل والأصل في قولك يا لفلان يا آل فلان حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال ثم حذفت ألفه المعوض منها بالمد لالتقاء الساكنين المد والألف المد وألف يا واجوز أن يكون المحذوف لالتقاء الساكنين هو آل فيا وعلى هذا فليست هذه اللام حرف زر وإنما هي اسم منادى منصوب مضاف إلى ما بعده وما قوضهم هذا ببعيد من الصواب وينسب هذا القول إلى الكوفيين وقول غيره يا لقومي من للعلى والمساعي يا لقومي من للندى والسماحي يا لعطافنا ويا لرياحي وأبي الحش رجل فتى النفاحي ولا تقصر هذه اللام إلا إذا تكرر المستغاف غير مختر إنبياء كقول شاعر يبكئك نائن بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب اثنان أن يختم بألف زائدة لتوكيد الاستغافة كقول الشاعر يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهواني ثلاثة أن يبقى على حاله كقول الآخر ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأديب أما المستغاف له فإن ذكر في الكلام وجب جره بلا من مكسورة دائما نحو يا لقومي للعلم وقد يجر بمنك قول الشاعر يا لرجال ذوي الألباب من نفر لا يبرح السفه المردي لهم دينا عنوان عشرة المنادى المتعجب منه الصفحة الحادية والستون بعد الماء المنادى المتعجب منه هو كالمنادى المستغاف في أحكامه فتقول في التعجب من كثرة الماء يا للماء يا ماء يا ماء وتقول يا لطرب يا طرب يا طرب حادي عشر المنادى المندوب الصفحة الحادية والستون بعد الماء الندبة هي نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه نحو وسيداه وكبداه ولا تستعمل لنداء المندوب من الأدوات إلا و وقد تستعمل يا إذا لم يحصل التباس بالنداء الحقيقي ولا يجوز في الندبة حذف المنادى ولا حذف أداته وللمنادى المندوب ثلاثة أوجه واحد أن يختم بألف زائدة لتأكيد التفجع أو التوجع نحو وكبدا اثنان أن يختم بالألف الزائدة وهاء السكت نحو وحسيناه وأكثر ما تزاد الهاء في الوقف فإن وصلت حففتها إلا في الضرورة فقول المتنبي وحر قلباه ممن قلبه شبم ولك حينئذ أن تضمها تشبيها لها بها الضمير وأن تكسرها على أصل التقاء الساكنين وأجاز الفراء إثباتها في الوصل مضمومة أو مكسورة من غير ما ضرورة ثلاثة أن يبقى على حاله نحو وحسين ولا يكون المناد المندوب إلا معارفة غير مبهمة فلا يندب الاسم النكر فلا يقال وارجل ولا المعرفة المبهمة كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة فلا يقال ومن ذهب شهيد الوفاء إلا إذا كان المبهم اسم موصول مشتهرا بالصلة فيجوز نحو ومن حفر بئر زمزم ثاني عشر المناد المرخم الصفحة الثانية والستون بعد المعنة الترخيم هو حذف آخر المناد تخفيفا نحو يا فاطمة والأصل يا فاطمة والمناد الذي يحذف آخره يسمى مرخما ولا يرخم من الأسماء إلا اثنان واحد ما كان مخطوما لتاء التأنيث سواء أكان علما أو غير علما نحو يا عائشة يا ثقة يا عالم في عائشة وثقة وعالم اثنان العلم لمذكر أو مؤنث على شرط أن يكون غير مركب وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف نحو يا جعفا يا سعاء في جعفر وسعادا فلا ترخم النكرة ولا ما كان على ثلاثة أحرف ولم يكن مخطوما بالتاء ولا المركب فلا يقال يا إنساء في إنسان لأنه غير علم ولا يا حساء في يا حسن لأنه على ثلاثة أحرف ولا مثل يا عبد الرحمن لأنه مركب وأما ترخيم صاحب في قولهم يا صاحي مع كونه غير علم فهو شاذ لا يقاس علي ويحذف للترخيم إما حرف واحد وهو الأكثر كما تقدم وإما حرفان وهو قليل فتقول يا عثمى يا منصو في عثمان ومنصور ولك في المنادى المرخم لغتان واحد أن تبقي آخره بعد الحذف على ما كان عليه قبل الحذف من ضمة أو فتحة أو كسرة نحو يا منصو يا جعف يا حاري وهذه اللغة هي الأولى والأشهر اثنان أن تحركه بحركة الحرف المحذوف نحو يا جعف يا حار وتسمى اللغة الأولى لغة من ينتظر أي من ينتظر الحرف المحذوف ويعتبره كأنه موجود ويقال في المنادى حينئذ إنه مبني على ضمن الحرف المحذوف للترخيم وتسمى اللغة الأخرى لغة من لا ينتظر أي من لا ينتظر الحرف المحذوف بل يعتبر ما في آخر الكلمة هو الآخر فيبنيه على الضم عنوان ثالث عشر أسماء اللازمة النداء الصفحة الثالثة والستون بعد المئة منها يا فل ويا فلت بمعنى يا رجل ويا امرأة ويا لؤمان أي يا كثير اللؤم ويا نومان أي يا كثير النوم وقالوا يا مخدثان ويا ملأمان ويا ملكعان ويا مكذبان ويا مطيبان ويا مكرمان والأنثى بالتاء وقالوا في شكم المذكر يا خبث ويا فسق ويا غبر ويا لكع وكل ما تقدم سماعي لا يقاس علي وقاسه بعض العلماء فيما كان على وزن مفعلان وقالوا في شكم المؤنث يا لكاع ويا فساقي ويا خباث ووزن فعال هذا قياسي من كل فعل ثلاثي وما ذكر من هذه الأسماء كلها لا يستعمل إلا في النداء كما رأيت وعما قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي فضرورة باستعماله لكاعي خبرا وهي لا تستعمل إلا في النداء رابع عشر تتم الصفحة الرابعة والستون بعد المئة في كلام العربي ما هو على طريقة النداء ويقصد به الاختصاص لم نداء وذلك كقولهم أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل وقولهم نحن نفعل كذا أيها القوم وقولهم اللهم اغفر لنا أيها العصابة فقد جعلوا أي مع تابعها دليلا على الاختصاص والتوضيح ولم يريد بالرجل والقوم إلا أنفسهم فكأنهم قالوا أما أنا فأفعل كذا متخصصا بذلك من بين الرجال ونحن نفعل كذا متخصصين من بين الأقوام واغفر لنا اللهم مخصوصين من بين العصائب وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بحث الاختصاص عنوان الباب العاشر مجرورات الأسماء الصفحة الخامسة والستون بعد المئة يجر الاسم في ثلاثة موابع واحد أن يقع بعد حرف الجر اثنان أن يكون مضافا إليه ثلاثة أن يكون تابعا للمجرور ويجتمل هذا الباب على فصلين حروف الجر والإضافة أما التابع المجرور فيأتي الكلام عليه في باب التوابع عنوان واحد حروف الجر الصفحة الخامسة والستون بعد المئة حروف الجر عشرون حرفا وهي الباء ومن وإلى وعن وعلى وفي والكاف واللام وواو القسم وتاءه ومذ ومنذ ورب وحتى وخلى وعدى وحاشى وكي ومتى في لغته ذيل ولعل في لغة عقيل وهذه الحروف منها ما يختص بالدخول على بسم الظاهر وهو رب ومذ ومنذ وحتى والكاف وواو القسم وتاءه ومتى ومنها ما يدخل على الظاهر والمدمر وهي البواقي وعلم أن من حروف الجر ما لفظه مشترك بين الحرفية والاسمية وهو خمسة الكاف وعن وعلى ومذ ومنذ ومنها ما لفظه مشترك بين الحرفية والفعلية وهو خلى وعدى وحاشى ومنها ما هو ملازم للحرفية وهو ما بقي وسيأتي بيان ذلك في موابعه وسميت حروف الجر لأنها تجر معنى الفعل قبلها إلى باسم بعدها أو لأنها تجر ما بعدها من الأسماء أي تخفض وتسمى حروف الخفض أيضا لذلك وتسمى أيضا حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها وذلك أن من الأفعال ما لا يقوى على الوصول إلى المفعول به فقووه بهذه الحروف نحو عجبت من خالد مررت بسعيد ولا قلت عجبت خالدا ومررت سعيدا لم يجز لضعف الفعل اللازم وقصوره عن الوصول إلى المفعول به إلا أن يستعين بحروف الإضافة وفي هذا المبحث تسعة مباحث واحد شرح حروف الجر واحد الباء الباء لها ثلاثة عشر معنا واحد الإلصاق وهو المعنى الأصلي لها وهذا المعنى لا يفارقها في جميع معانيها ولهذا اقتصر عليه سيبوي والإلصاق إما حقيقي نحو أمسكت بيدك ومسحت رأسي بيدي وإما مجازي نحو مررت بدارك أو بك أي بمكان يقرب منها أو منك الاستعانة وهي الداخلة على المستعان به أي الواسطة التي بها حصل الفعل نحو كتبت بالقلم وبرأت القلم بالسكين ونحو بدأت عملي بسم الله فنجحت بتوفيقه ثلاثة السببية والتعليل وهي الداخلة على سبب الفعل وعلته التي من أجلها حصل نحو مات بالجوع ونحو عرفنا بفلان ومنه قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه وقوله فبما مقضهم ميثاقهم لعناهم أربعة التعدية وتسمى باء النقل فهي كالهمزة في تصييرها الفعل اللازمة متعديا فيصير بذلك الفعل مفعولا كقوله تعالى ذهب الله بنورهم أي أذهبه وقوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أي لتنيء العصبة وتذكرها وهذا كما تقول ناء به الحمل بمعنى أثقله ومن باء التعدية قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أي سيره ليلا خمسة القسم وهي أصل أحرفه ويجوز ذكر فعل القسم معها نحو اقسم بالله ويجوز حذفوه نحو بالله لأجتهي دمنا وتدخل على الظاهر كما رأيت وعلى المدمر نحو بك لا أفعلن ستة العوض وتسمى باء المقابلة أيضا وهي التي تدل على تعويض شيء من شيء في مقابلة شيء آخر نحو بعتك هذا بهذا واخذ الدار بالفرس سبعة البدل وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر بلا عوض ولا مقابلة كحديث ما يسرني بها حمر نعم وقول بعضهم ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة أي بدلها وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شموا الإغارة فرسانا وركبانا ثمانية الظرفية أي معنى في كقوله تعالى لقد نصركم الله ببدر وما كنت بالجانب الغربي نجيناهم بسحر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تسعة المصاحبة أي معنى مع نحو بعتك الفرس بسرجه والدار بأثاثها ومنه قوله تعالى هبب بسلام عشرة معنى من الطبيضية كقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله أي منها حادي عشر معنى عن كقوله تعالى فاسأل به خبيرا أي عنه وقوله سأل سائل بعذاب واقع وقوله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ثاني عشر الاستالاء أي معنى على كقوله تعالى ومن أهل الكتاب من انت منه بقنطار يؤده إليك أي على قنطار وقول الشار رب يبول الثعل بان برأسه لقد ظل من بالت عليه الثالب ثالث عشر التأكيد وهي الزائدة لفظا أي في الإعراب نحو بحسبك ما فعلت أي حسبك ما فعلت ومنه قوله تعالى وكفى بالله شهيدا وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين وسيأتي لهذه الباء فضل شرح عنوان اثنان من الصفحة السبعون بعد المئة من لها ثمانية معان واحد الابتداء أي ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية فالأول كقوله تعالى سبحان الذي أسر بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والثاني كقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وتعيد أيضا لابتداء الغاية في الأحداث والأشخاص فالأول كقولك عجبت من إقدامك على هذا العمل والثاني كقولك رأيت من زهير ما أحب اثنان الطبعي أي معنى بعض كقوله تعالى لن تمال البر حتى تنفق مما تحبون أي بعض وقوله منهم من كلم الله أي بعضهم وعلامتها أن يخلفها لفظ بعض ثلاثة البيان أي بيان الجنس كقوله تعالى فاجتنب الرجس من الأوثان وقوله يحلون فيها من أساور من ذهب وعلامتها أن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها فتقول الرجس هي الأوثان والأساور هي ذهب وعلم أن من البيانية ومجرورها في موضع الحال مما قبلها إن كانت معرفة كالآية الأولى وفي موضع نعت له إن كانت نكرة كالآية الثانية وكثيرا ما تقع من البيانية هذه بعدما ومهما كقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وقوله ما ننسخ من آية وقوله مهما تأتنا به من آية انتهى الشريط الثامن والعشرون وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع والعشرون من الكتاب أرباح التأكيد وهي الزائدة نفذا أي في الإعراب كقوله تعالى ما جاء ما من بشير وقوله هل تحس منهم من أحد وقوله هل من خالق غير الله وسيأتي لمن هذه فالمشرح خمسة البدل كقوله تعالى أرابيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها وقوله لجعل منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي بدلكم وقوله لن تغني عنهم أنوالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي بدل الله والمعنى بدل قاعته أو رحمته وقد تقدم معنى البدل في الكلام على الباء ستة الظرفية أي معنى فيه كقوله سبحانه ماذا خلقوا من الأرض أي فيها وقوله إذا نعدي للصلاة من يوم الجمعة أي في يومها سبعة السببية والتعليل كقوله تعالى مما خطيئاته أغرقوا قال الشعر يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يتسمون ثمانية معنى كقوله تعالى فغيل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وقوله يا ريلنا لقد كنا في غفلة من هذا عنوان ثلاثة إلى الصفحة الثانية والسبعون بعد المياه إذا لها ثلاثة معان واحد الانتهاء أي انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية فالأول كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل والثاني كقوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وترد أيضا لانتهاء الغاية في الأشخاص والأحداث فالأول نحو جئت إليك والثاني نحو صلب التقوى إلى رب الله ومعما كونها للانتهاء أنها تكون منتهى لابتداء الغاية أما ما بعدها فجائز أن يكون داخلا جزء منه أو كله فيما قبلها وجائز أن يكون غير داخل فإذا قلت سرت من بيروت إلى دمشق فجائز أن تكون قد دخلتها وجائز أنك لم تدخلها لأن النهاية تشمل أول الحد وآخرة وإنما تمتنع مجاوزته ومن دخول ما بعدها فيما قبلها قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالمرافق داخلة في مفهوم الغسل ومن عدم دخوله قوله عزاجل ثم أتم الصيام إلى الليل فالجزء من الليل غير داخل في مفهوم الصيام وقالت الشيعة الجعفرية إنه داخل والآية بظاهرها محتملة للأمرين فإن كان هناك قريمة تدل على دخول ما بعدها فيما قبلها دخل أو على عدم دخوله لم يدخل فإن لم تكن قريمة تدل على دخوله أو خروجه فإن كان من جنس ما قبلها جاز أن يدخل وأن لا يدخل نحو سرت في النهار إلى العصر وإن لا فالكثير العالب أنه لا يدخل نحو سرت في النهار إلى الليل وقال قوم يدخل مطلقا سواء أكان من الجنس أم لا وقال قوم لا يدخل مطلقا والحق ما ذكرنا اثنان المصاحبة أي مع ما كقوله تعالى من أنصار إلى الله أي مع وقوله ولا تأكل أنوالهم إلى أنوالكم ومن وقولهم الزوض إلى الزوض إبل وتقول فلان حليم إلى أدب وعلم ثلاثة معنا عند وتسمى المبينة لأنها تبين أن مصحوبها فائل لما قبلها وهي التي تقع بعد ما يفيد حبا أو بغدا من فعل تعجب أو اسم تفديل كقوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي أي أحب عندي فالمتكلم هو المحب وقول الشعر أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي عنوان أربعة حتى الصفحة الثالثة والسبعون بعد المئة حتى لإنتهائك إلى كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وقد يدخل ما بعدها فيما قبلها نحو بظلت مالي في سبيل أمتي حتى آخر درهم عندي وقد يكون غير داخل كقوله تعالى قلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فالصائم لا يباح له الأكل متى بدأ الفجر ويزعم بعض النحات أن ما بعد حتى داخل فيما قبلها على كل حال ويزعم بعضهم أنه ليس بداخل على كل حال والحق أنه يدخل إن كان جزءا مما قبلها نحو سرت هذا النهار حتى العصر ومنه قولهم أكلت السمكة حتى رأسها وإن لم يكن جزءا مما قبلها ولم يدخل نحو قرأت الليلة حتى الصباح ومنه قيله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في حتى الخافرة وأن حتى العاطفة فلا خلاف في أن ما بعدها يجب أن يدخل في حكم ما قبلها كما ستعلم ذلك في مبحث أحرف العاطف والفرق بين إلى وحتى أن إلى تجر ما كان آخرا لما قبله أو متصلا بآخره حتى آخيها والثاني كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر ولا تجر ما لم يكن آخرا ولا متصلا به فلا يقال سرت الليلة حتى نصفها وقد تكون حتى للتعليل بمعنى لا نحو اتق الله حتى تفوز برضاه أي لتفوز عنوان خمسة عن الصفحة الرابعة والسبعون بعد المئة عن لها ستة معان واحد المجاوزة والبعد وهذا أصلها نحو سرت عن البلد رغبت عن الأمر رميت السهم عن القوس اثنان مع ما بعد نحو عن قريب أزورك قال تعالى عما قليل ليصبحن نادمين وقال لتركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال ثلاثة مع ما على كقوله تعالى ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه أي عليها ومنه قول الشاعر لاه ابن عنك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أربعة التعليل كقوله سبحانه وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي من أجل قولك وقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه خمسة معنى من كقوله سبحانه وهو الذي يقبل الطوبة عن عباده وقوله أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا أي منهم ستة معنى البدل كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي بدل نفس وكحديث سومي عن أمك وتقول قم عني بهذا الأمر أي بدلي وعلم أن قد تكون اسما بمعنى جانب وذلك إذا سبقت بمن كقول الشعر فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني طارة وشمالي وقول الآخر وقلت اجعلي ضوء الفراقب كلها يمينا ومهو النجم من عن شمالك عنوان ستة على الصفحة السادسة والسبعون بعد المعنى على لها ثمانية معنى واحد الاستعناء حقيقة كان كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون أو مجازا كقوله وفضلنا بعضهم على بعض ونحر لفلان على يدين والاستعناء أصل معناها اثنان معنا في كقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة ثلاثة معنا عن كقول الشاعر إذا رضيت علي بني قشير لعمر الله أعجبني رضاها أي إذا رضيت عني أربا معنا اللام التي للتعليل كقوله تعالى وَلِتُكَبِّرُوا وَقَوْلِهَ وَإِنَّ رَمَيْتُوا عَلَى أَمَّا قُرْبَ الدَّارِ لَيْسَ بِنَافِعٍ إِذَا كَانَ مَنْ تَهْوَاهُ لَيْسَ بِذِي وُدِّي وقول الآخر فَوَاللَّهِ لَا أَنْسَى قَتِيلًا رُزِئْتُهُ بِجَانِ بِقَوْسِ مَا بَقِيتُ عَلُّ الْأَرْضِ عَلَى أَنَّهَا تَعْفُ الْكُلُومُ وَإِنَّمَا مُوَكَّلُ بِالْأَبْنَى وَإِنْ جَلَّ مَا وَنْضِي وإذا كانت الاستدراك كانت كحرف الجر الشبيه بالزائد غير متعلقة بشيء على ما جنح إليه بعض المحققين واعلم أن علاء قد تكون اسماً للاستعلاء بمعنى فوق وذلك إذا سبقت بمن كقوله غدت من عليه بعدما تم ظنءها أي من فوقه وتقول فقط من على الجبل عنوان سبعة في الصفحة الثانرة والسبعون بعد المئة في لها سبعة مئان واحد الظرفية حقيقية كانت نحو الماء في الكوز سرت في النهار وقد اجتمعت الظرفيتان الزمانية والمكانية في قوله تعالى ولدت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين أو المجاذية كقوله سبحانه لقد كرم لكم في رسول الله أصوة حسنة وقوله ولكم في الاتصاص حياة اثنان اثنان السببية والتعليل كقوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه لعذاب عظيم أي بسبع ما أفضتم فيه ومنه الحديث دخلت امرأة من نار في هرة حبستها أي بسبب هرة ثلاثة ما 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 كقوله تعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم أي معهم أربعة الاستعلاء بمعنى على كقوله تعالى لأصلبنكم في جزوع النخل أي عليها خمسة المقايسة وهي الواقعة بين مفضول سابق وفاضل لاحق كقوله تعالى فما نطاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أي بالقياس على الآخرة والنسبة إليها ستة معنى الباء التي للإصاق كقول الشعر واركم ويوم الروع منا ثوارس بصيرون في طعن الأباهر والقلاء أي بصيرون بطعن الأباهر سبعة معنى إلى كقوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم عنوان ثمانية الكاف الصفحة الثمانون بعد المئة الكاف لها أربعة معام واحد التشبيه وأصل فيها نحو علي كالأسد اثنان التعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايته إياكم وجعلوا منه قوله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون أي أعجب أو تعجب لعدم فلاحين فالكاف حرف جر بمعنى اللام وأن هي الناصبة الرافعة ثلاثة ما ما على نحو كن كما أنت أي كن ثابتا على ما أنت عليه أربعة التوكيد وهي الزائدة في الإعراب كقوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء وقول الراجز يصف خيلا بوامرا لواحق الأقراب فيها كالمقق وأعلم أن الكاف قد تأتسما بمعنى مثل كقول الشعر أتنتهون ولن ينهى ذوي شطة كالطعم ينهب فيه الزيت والفطل وقول الراجز يضحكنا عن أثنان كالبرد المنهم ومنه قول المتنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد ومن العلماء من خص ورود هسما بضرورة الشعر ومنهم من أجازه في الشعر والمثر كالأخفش وأبي علي الفارسي وابن مالك وغيرهم وأشهد لهم قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام في صورة آل عمران أني أخلق أمي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله أي مثل هيئة الطير فالكاف اسم بمعنى مثل وهي في محل نسب على أنها مفعول به لأخلق والدمير فيه يعود على هذه الكاف الاسمية لأن مدولها مذكر وهو مثل ولو لم تجعل الكاف هنا بمعنى مثل لبقي الدمير بلا مرجع لأنه لا يجوذ أن يعود إلى الطير لأن النفخ ليس في الطير نفسه وإنما هو فيما يشبه ولا على هيئة لأنها مؤنثة وقد أعاد الدمير على الهيئة في صورة المائدة وهي قوله تعالى وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن عنوان تسعة اللام الصفحة الثانية والثمانون بعد المئة اللام لها خمسة عشر معنى واحد الملك وهي الداخلة بين ذاتين ومصحوبها يملك كقوله تعالى لله ما في السماوات والأرض ونحو الدار لسعيد اثنان الاختصاص وتسمى لام الاختصاص ولام الاستحقاق وهي الداخلة بين معنى وذات نحو الحمد لله والنجاح للعاملين ومنه قولهم الفصاحة لقريش والصباحة لبني هاشم ثلاثة شبه الملك وتسمى لاما نسبة وهي الداخلة بين ذاتين ومصحوبها لا يملك نحو اللجام للفرس اربا التبيين وتسمى اللاما المبينة لانها تبين ان مصحوبها مفعول لما قبلها من فعل تعجب او اسم تفضيل نحو خالد احب لي من سعيد ما احبني للعلم ما احمل عليا للمصائب فما بعد اللام هو المفعول به وانما تقول خالد احب لي من سعيد اذا كان هو المحب وانت المحبوب فاذا اردت العكس فقلت خالد احب الي من سعيد كما قال تعالى رب السجن احب الي وقد سمق هذا في الى خمسة التعليل والسببية كقوله تعالى ان انظلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم دائما الناس بما اراك الله وقول الشعر واني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر ومنه اللام الثانية في قولك يا الناس للمظلوم ستة التوكيد وهي الزائدة في الاعراب لمجرد توكيد الكلام كقول الشعر وملكت ما بين العراق ليثرب ملكا اجار من مسلم ومعاهدي ونحو يا بؤس للحرب ومنها لام المستغاث نحو يا للفضيلة وهي لا تتعلق بشيء لان زيادتها لمجرد التوكيد سبعة التقوية والتي يجاء بها زائدة لتقوية عامل ضعف بالتأخير او بكونه غير فعل فالاول كقوله تعالى الذين هم ربهم يرهبون وقوله ان كنتم للرؤية تعبرون والثاني كقوله سبحانه مصدقا لما معهم وقوله فعال لما يريد وهي مع كونها زائدة متعلقة بالعامل الذي قوت لانها مع زيادتها افادته التقوية فليست زائدة محضة وقيل هي كالزائدة المحضة فلا تتعلق بشيء ثمانية انتهاء الغاية اي معنى الى كقوله سبحانه كل يجري لأجل نسمى اي اليه وقوله ولو ربوا لعادوا لما نهوا عنه وقوله بان ربك اوحى لها تسع الاستغافة وتستعمل مفتوحة مع المستغاف ومكسورة مع المستغاف له نحو يال خالد لبكر عشر التعجب وتستعمل مفتوحة بعد ياء في نداء المتعجب منه نحو يال الفرح ومنه قوي الشعر فيالك من ليل كأن مرجونه لكل مغار الفتل شد بياذ ولي وتستعمل في غير النداء مكسورة نحو لله ذره رجلا ونحو لله ما يفعل الجهل بالأمم حاب عشر الصورورة وتسمى لا من عاقبة ولا من مآل أيضا وهي التي تدل على أن ما بعدها يكون عاقبة لما قبلها ونتيجة له علة في حصوله وتخالف لام التعليل في أن ما قبلها لم يكن لأجل ما بعدها ومنه قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهم لم يلتقطوه لذلك وإنما التقطوه فكانت العاقبة ذلك قال الشعر لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى الذهاب فالإنسان لا يرد للموت ولا يبني للخراب وإنما تكون العاقبة كذلك ثاني عشر الاستعلاء أيمان على إنما حقيقة كقوله تعالى يخرون للأنقام سجدان وقول الشعر ضمنت إليه بالسمان قميصه فخر صريعا لليدين وللفم وإنما جاذا كقوله تعالى وإن أسأتم فلها أي فعليها إساءتها كما قال في آية أخرى وإن أسأتم فعليها ثالث عشر الوقت وتسمى لانا الوقت ولانا التاريخ نحو هذا الغلام لسنة أي مرت عليه سنة وهي عند الإطلاق تدل على الوقت الحاضر نحو كتبته لغرات شهر كذا أي عند غراته أو في غراته وعند القرينة تدل على المضي أو الاستقبال فتكون بمعنى قبل أو بعد فالأول كقولك كتبته لست بقين من شهر كذا أي قبلها والثاني كقولك كتبته لخمس خلون من شهر كذا أي بعدها ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها ومنه حديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته أي بعد رؤيته رابع عشر معنا كقول الشعر فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا خامس عشر ما نفي كقوله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة أي فيها وقوله لا يجليها لوقتها إلا هو أي في وقتها ومنه قولهم مضى لسبيله أي في سبيله عشر وحادي عشر الواء والتاء الصفحة الخامسة والثمانون بعد المئة الواء والتاء تكونان لقسم كقوله تعالى والفجر ولواء عشر وقوله قال الله لا أكيدا أصنانكم والتاء لا تدخل إلا على لفن والزلالة والواء تدخل على كل مقسم به عنوان ثاني عشر وثالث عشر مذ ومنذ الصفحة السادسة والثمانون بعد المئة مذ ومنذ تكونان حرف الجر بمعنى من الابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا نحو ما رأيتك مذ أو منذ يوم الجمعة وبمعنى في التي للظرفية إن كان الزمان حاضرا نحو ما رأيتك منذ يومنا أو شهرنا أي فيهنا وحينئذ تفيدان استغراق المدة وبمعنى من وإلى من إذا كان مجرورهما نكرة معدودة لفظا أو معنى فالأول نحو ما رأيتك مذ ثلاثة أيام أي من بدئها إلى نهايتها والثان نحو ما رأيتك مذ أمد أو منذ دهر فالأمد والدهر كلاهما متعدد معنا لأنه يقال لكل جزء منها أمد ودهر لهذا لا يقال ما رأيته منذ يوم أو شهر بمعنى ما رأيته من بدئهما إلى نهايتهما لأنهما نكرتان غير معدودتين لأنه لا يقال لجزء اليوم يوما ولا لجزء الشهر شهر وأعلم أنه يشترط في مجرورهما أن يكون ماضيا أو حاضرا كما رأيت ويشترط في الفعل قبلهما أن يكون ماضيا منفيا فلا يقال رأيته منذ يوم الخميس أو ماضيا فيهما التطاول والامتداد نحو سرط منذ طلوع الشمس وتكون ومنذ ظرفين منصوبين محلا فيرفع ما بعدهما ويشترط فيهما أيضا مشترط فيهما وهما حرفان وقد سبق الكلام عليهما في المفعول فيه عند الكلام على شرح الظروف المبنية فراجع انتهى الوجه الأول ومنذ أصلها منذ فخفتت بدليل رجوعهم إلى ضم الذال عند ملاقاتها ساكما نحو انتظرتك منذ الصراح ومنذ أصلها من الجارة وإذ الظرفية فجعلتها كلمة واحدة ولذا كسرت ميمها في بعض اللغات باعتبار الأصل عنوان رابع عشر ربا الصفحة السابعة والثمانون بعد الماء ربا تكون للتقليل وللتكثير والقرينة هي التي تعين المراد فمن التقليل قول الشار ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان يريد بالأول عيسى وبالثاني آدم عليهنا السلام ومن التكثير حديث يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة وقول بعض العربي عند انقذاء رمضان يا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه واعلم أنه يقال رب ورب 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 ما ورب ما والطاء زائدة لتأنيث الكلمة وما زائدة للتوكيد وهي كافة لها عن العمل وقد تخفف الباء ومنه قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولا تجر رب إلا النكرات فلا تباشر المعارف وأما قوله يا رب صائمه ويا رب قائمه المتقدم فإضافة صائم وقائم إلى الضمير لم تفدهم التعريف لأن إضافة الوصف إلى معموله غير محضة فهي لا تفيد تعريف المضاف ولا تخصيصه لأنها علانية الانتصال ألا ترى أنك تقول يا رب صائم فيه ويا رب قائم فيه والأكثر أن تكون هذه النكرة موصوفة لمفرد أو جملة فالأول نحو رب رجل كريم لقيت والثاني نحو رب رجل يفعل الخير أكرمت وقد تكون غير موصوفة نحو رب كريم جبان وقد تجر ضميرا منكرا مميزا مميزا بنكرا ولا يكون هذا الضمير إلا مفردا مذكرا أما مميزه فيكون على حسب مراد متكلم مفردا أو مفنا أو جمعا أو مذكرا أو معنفا تقول ربه رجلا ربه رجلين ربه رجالا ربه امرأة ربه امرأتين ربه نساءا قال الشعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابوا وسأت الكلام على محل مجرور ربه من الإعراب في الكلام على موضع المجرور بحرف الجر عنوان خامس عشر وسادس عشر وسابع عشر خلاء وعداء وحاشا الصفحة التاسعة والثمانون بعد المئة خلاء وعداء وحاشا تكون أحرف جر لاستثناء إذا لم يتقدمهن ما وقد سبق الكلام عليهن في مبحث لاستثناء فراجا ثامن عشر كي الصفحة التاسعة والثمانون بعد المئة كي حرف جر للتعليل بمعنى اللام وإنما تجر ما لاستفهامية نحو كيمة تقول كيمة فعلت هذا كما تقول لما فعلت والأكثر استعمال لمة وتحذف ألف ما بعدها كما تحذف بعد كل جار نحو ممة وعلامة وإلامة وإذا وقفوا ألحقوا بها هاء السكت كما رأيت وإذا وصلوا حذفوها لعدم الحاجة إليها في الوصل وقد تجر المصدر المؤول بماء المصدرية كقول الشار إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد الفتى كي ما يضر وينفع فكي حرف جر وماء مصدرية فما بعدها في تأويل مصدر مجرور بكي أي يراد الفتى للضر والنفع ويجوز أن تكون كي هنا هي المصدرية الناصبة للمدار فما بعدها زائدة كافة لها عن العمل عنوان تاسع عشر متى الصفحة التاسعة والثمانون بعد المئة متى تكون حرف جر بمعنى من في لغة هذيل ومنه قول شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لذج خضر لهن نأيج عنوان اشرون لعل الصفحة التسعون بعد المئة لعل تكون حرف جر في لغة اقيل وهي مبنية على الفتح او الكسر قال الشار فقل تضع اخرى وارفع الصوت جهرة لعل ابي المذوار منك قريب وقد يقال فيها على بحد ثلانها الاولى وهي حرف جر شبيه بالزائد فلا تتعلق بشيء ومجرورها في موضع رفع على انه مبتدأ خبره ما بعد وهي عند غير اقيل ماصبة للاسم رافعة للخبر كما تقدم عنوان ما الزائدة بعد الجار الصفحة التسعون بعد المئة قد تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن العمل كقوله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا وقوله عما قليل ليصبحن نادمين وقوله فبما رحمة من الله انت لهم وقد تزاد بعد رباء والكافي فيبقى ما بعدهما مجرورا وذلك قليل كقول الشاعر ربما ضربة بسيف سقيل بين بصر وطعنة نجلاء وقول غيره وننصر مولانا ونعلم انه كما الناس مجروم عليه وجارم وانما وجب ان تكون هنا عاملتين غير مكفوفتين لانهما لم تباشر الجملة وانما باشرة الاسم والاكثر ان تكفهما ما عن العمل فادخلان حينئذ على الجمل الاسمية والفعلية كقول الشاعر اخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمر ولم تخنه مضاربه وقول الاخر ربما اوفيت في علم ترفع ثوب شمالات والغالب على رب المكفوفة ان تدخل على فعل ماض كهذا البيت وقد تدخل على فعل مضارع بشرط ان يكون متحقق الوقوع فينزل منزلة الماض للقطع بحصوله كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ونظر دخولها على الجملة الاسمية كقول الشاعر ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار عنوان ثلاثة ورب وفاؤها الصفحة الثانية والتسعون بعد المئة قد تحذف ربا ويبقى عملها بعد الواو كثيرا وبعد الفاء قليلا كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وقوله فمثلك حبلا قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائما محولي عنوان أربعة حذف حرف الجر قياسا يحذف حرف الجر قياسا في ستة موابع واحد قبل أن فقوله تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم أي لأن جاءهم وقوله أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل على رجل منكم وقول الشاعر الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم أن لا تحبونا أي على أن لا تحبونا اثنان قبل أن كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أي شهد بأنه وأعلم أنه إنما يجوز حرف الجر قبل أن وأن إن يؤمن اللبس بحرفه فإن لم يؤمن لم يجوز حرفه فلا يقال رغبت أن أفعل بإشكال المراد بعد الحرف فلا يفهم السامع ماذا أردت رغبتك في الفعل أم رغبتك عنه فيجب ذكر الحرف ليتعين المراد إلا إذا كان الإبهام مقصودا من السامع ثلاثة قبل كي الناصب للمضارع كقوله تعالى فربدناه إلى أمه كي تقر عينها أي لكي تقر واعلم أن المصدر المؤول بعد أن وأن وكي في موضع جر بالحرف المحذوف على الأصح وقال بعض العلماء هو في موضع النصب بنزع الخافض أربعة قبل لفظ الجلالة في القسم نحو الله لأختمنا الأمة خدمة صادقة أي والله خمسة قبل مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر نحو بكم درهم اشتريت هذا الكتاب أي بكم من درهم والفصيح مصبخ كما تقدم في باب التمييز نحو بكم درهم اشتريته ستة بعد كلام مشتمل على حرف جر مثله وذلك في خمس صور الأولى بعد جواب استفهام تقول ممن أخذ الكتاب فيقال لك خالد أي من خالد الثانية بعد همزة الاستفهام تقول مررت بخالد فيقال أخالد بن سعيد أي أبي خالد بن سعيد الثالثة بعد إن الشرطية تقول اذهب بمن شئت إن خليل وإن حسن أي إن بخليل وإن بحسن الرابعة بعد هلا تقول تصدقت بدرهم فيقال هلا دينار أي هلا تصدقت بدينار الخامسة بعد حرش عطش متلو بما يصح أن يكون جملة لو ذكر الحرف المحذوف كقولك لخالد دار وسعيد بستان أي ولسعيد بستان وقول الشاعر ما لمحب جلد أن يهجر ولا لحبيب رأفة فيجبر وقول الآخر أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجى أي وبمدمن القرع ومنه قوله تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون عنوان خمسة حذف حرف الجر سماعا الصفحة الخامسة والتسعون بعد المئة قد يحذف الجر سماعا فينتصب المجرور بعد حذفه تشبيها له بالمفعول به ويسمى أيضا المنصوب على نزع الخافض أي الاسم الذي نصب بسبب حذف حرف الجر كقوله تعالى ألا ألا ثمود كفروا ربهم أي بربهم وقوله واختار موسى قومه أربعين رجلا أي من قومه وقول الشعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حراموا أي تمرون بالديار وقول الآخر أمرتك الخير ففعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشبي أي أمرتك بالخير وقول غيره أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل أي أستغفر الله من ذنب ويسمى هذا الصنيع بالحذف والإيصال أي حذف الجار وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه بلا واسطة وقال قوم إنه قياسي والجمهور على أنه سماعي وندر بقاء الاسم مجرورا بعد حذف الجار في غير مواضع حذفه قياسا ومن ذلك قول بعض العرب وقد سئل كيف أصبحت فقال خير إن شاء الله أي على خير وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أي إلى كليب ومثل هذا شذوذ لا يلتفت إلي عنوان ستة أقسام أقسام حرف الجر الصفحة السابعة والتسعون بعد المئة حرف الجر على ثلاثة أقسام أصلي وزائد وشبيه بالزائد فالأصلي ما يحتاج إلى متعلق وهو لا يستغنى عنه معنا ولا إعرابا نحو كتبت بالقلم والزائد ما يستغنى عنه إعرابا ولا يحتاج إلى متعلق ولا يستغنى عنه معنا لأنه إنما جاء به لتوكيد مضمون الكلام نحو ما جاءنا من أحد ونحو ليس سعيد بمسافر والشبيه بالزائد ما لا يمكن الاستغناء عنه لفظا ولا معنى غير أنه لا يحتاج إلى متعلق وهو خمسة أحرف ربا وخلا وعدا وحاشا ولعل وسمي شبيها بالزائد لأنه لا يحتاج إلى متعلق وهو أيضا شبيه بالأصلي من حيث إنه لا يستغنى عنه لفظا ولا معنى والقول بالزائد هو من باب الاكتفاء على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي وتقيكم البرد أيضا أنوان سبعة مواضع زيادة الجار الصفحة السابعة والتسعون بعد المئة لا يزاد من حروف الجر إلا من والباء والكاف واللام وزيادتها إنما هي في الإعراض وليست في المعنى لأنها إنما يؤتى بها للتوكيد أما الكاف فزيادتها قليلة جدا وقد سمعت زيادتها في خبر ليس كقوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء وفي المبتدأ كقول الراجز لواحق الأقراب فيها كالمقق وزيادتها سماعية وأما اللام فتزاد سماعا بين الفعل ومفعوله وزيادتها في ذلك رديئة قال الشاعر وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهدي أي أجار مسلما ومعاهدا وتزاد قياسا في مفعول تأخر عنه فعله تقوية للفعل المتأخر لضعفه بالتأخر كقوله تعالى الذين هم لربهم يرهبون أي ربهم يرهبون وفي مفعول المشتق من الفعل تقوية له أيضا لأن عمله فرع عن عمل فعله المشتق هو منه كقوله تعالى مصدقا لما معهم أي مصدقا ما معهم وقوله فعال لما يريد أي فعال ما يريد وقد سبق الكلام عليها وأما من فلا تزاد إلا في الفاعل والمفعول به والمبتدأ بشرط أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام بهل وأن يكون مجرورها نكرة وزيادتها فيهن قياسية ولم يشترط الأخفش تقدم نفي أو شبهه وجعل من ذلك قوله تعالى ونكثر عنكم من سيئاتكم وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم ومن فيهاتين الآياتين تحتمل معنى الطبعيد أيضا وبذلك قال جمهور النحا وأقوى من هذا الاستشهاد الاستدلال بقوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فمن في قوله من برد لا ريب في زيادتها وإن قالوا إنها تحتمل غير ذلك لأن المعنى أن ينزل برد من جبال في السماء فزيادتها في الفاعل كقوله تعالى ما جاءنا من بشير وزيادتها في المفعول كقوله تحس منهم من أحد وزيادتها في المبتدأ كقوله هل من خالق غير الله يرزقكم وأما الباء فهي أكثر أخواتها زيادة وهي تزاد في إثبات والنفي وتزاد في خمسة موابع واحد في فاعب كفى كقوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اثنان في المفعول به سماعا نحو أخذت بزمان الفرس ومنه قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله وهزي إليك بجذع النخلة وقوله ومن يرد فيه بإلحاد وقوله فطفق مسحا بالسوق والآناق ومنه زيادتها في مفعول كفى المتعدية إلى واحد كحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وتزاد في مفعول عرفة وعلمة التي بمعناها وبرى وجهلا وسمعا وحسا ومعنى زيادتها في المفعول به سماعا أنها لا تزاد إلا في مفعول الأفعال التي سمعت زيادتها في مفاعلها فلا يقاس عليها غيرها من الأفعال وأما ما ورد فلك أن تزيد الباء في مفعوله في كل تركيب ثلاثة في المبتدأ إذا كان لفظ حسب نحو بحسبك درهم أو كان بعد لفظ ناهيك نحو ناهيك بخالد شجاعة أو كان بعد إذا الفزائية نحو خرجت فإذا بالأستاذ أو بعد كيف نحو كيف بك أو بخليل إذا كان كذا وكذا أربعة في الحال المنفي عاملها وزيادتها فيها سماعية كقول الشار فما رجعت بخائبة ركاب حكيم ابن المسي بمنتهاها وقول الآخر كاء دعيت إلى بأساء باهمة فمن معست بمزؤود ولا وكلي وجعل بعضهم زيادتها فيها مقيسة والذوق العربي لا يأبى زيادتها فيها خمسة في خبر ليس وما كثيرا وزيادتها هنا قياسية فالأول كقوله تعالى أليس الله بكاف عبده وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين والثاني كقوله سبحانه وما ربك بظلام للعبيد وقوله وما الله بغافل عما تعملون وإنما دخلت الباء في خبر إن في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه بقادر على أن يحيى الموت بلى إنه على كل شيء قدير لأنه في معنى أوليس بدليل أنه مصرح به في قوله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم عنوان فائدتان الصفحة الأولى بعد المائتين واحد قد يتوهم الشاعر أنه زاد الباء في خبر ليس أو خبر ما العاملة عملها فيعطف عليها بالجر توهر ما وحقه أن ينصبه كقوله بدى لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا وقول الآخر حقا عباد الله أن لست صاعدا ولا هابطا إلا علي رقيب ولا سالك وحدي ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب وقول غيره مشائم ليس مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها فالخفض في سابق وسالك وناعب على توهم وجود الباء في مدرك وصاعد ومصلحين والجر على التوهم سماعي لا يقاس عليه اثنان قد يجر ما حقه الرفع أو النصب لمنجاورته المجرور كقولهم هذا جحر ضب خرب ومنه قول امر القيس كأما ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزملي ويسمى الجر بالمجاورة وهو سماعي أيضا عنوان ثمانية متعلق حرف الجر الأصلي الصفحة الثانية بعد المئتي متعلق حرف الجر الأصلي هو ما كان مرتبطا به من فعل أو شبيه أو معناه فالفعل نحو وقفت على المنبر وشبه الفعل نحو أنا كاتب بالقلم ومعنى الفعل نحو أف للكسالة وقد يتعلق باسم مؤول بما يشبه الفعل كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض فحرف الجر متعلق بلفظ الجلال لأنه مؤول بالمعبود أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض أو وهو المسمى بهذا الاسم فيهما ومثل ذلك أن تقول أنت عبد الله في كل مكان وخالد ليث في كل موقع ومن ذلك قول الشعر وإن لساني شهدة اشتفى بها وهو على من صبه الله علقم فحرف الجر على متعلق بعلقم لأنه بمعنى مر وأراد به أنه صعب أو شديد وقول الآخر ما أمك اجتاحت المنايا كل فؤاد عليك أمه فحرف الجر متعلق بأم لأنها بمعنى مشفق وقد يتعلق بما يشير إلى معنى الفعل كأداة النفي كقوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون فحرف الجر في بنعمة متعلق بما لأنها بمعنى تفى وقد يحذف المتعلق وذلك على ضربين جائز وواجب فالجائز أن يكون كونا خاص بشرط أن لا يضيع الفهم بحذفه نحو بالله بجوابا لمن قال لك بمن تستعين والواجب أن يكون كونا عاما نحو العلم في الصدور الكتاب لخليل نظرت نور القمر في الماء مررت برجل في الطريق انتهى الشريط التاسع والعشرون وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثلاثون من الكتاب عنوان تسعة محل المجرور من الاعراب الصفحة الثالثة بعد المائتين حكم المجرور بحرف جر زائد انه مرفوع المحل او منصوبه حسب ما يطلبه العامل قبله فيكون مرفوع الموضع على انه فاعل في نحو ما جاء انا من احد والاصل ما جاء انا احد وعلى انه نائب فاعل في نحو ما قيل من شيء والاصل ما قيل شيء وعلى انه مبتدع في نحو بحسبك الله والاصل حسبك الله ويكون ويكون منصوب الموضع على انه مفعول به في نحو ما رأيت من احد والاصل ما رأيت احدا وعلى انه مفعول مطلق في نحو ما سعى فلان من سعي يحمد علي والاصل ما سعى سعيا يحمد علي وعلى انه خبر ليس في نحو اليس الله باحكم الحاكمين والاصل اليس الله احكم الحاكمين اما المجرور بحرف جر شبيه بالزائد فان كان الجار خلا وعدا وحاشا فهو منصوب محلا على الاستثناء وان كان الجار رب فهو مرفوع محلا على الابتباد نحو رب غني اليوم فقير غباء رب رجل كريم اكرمته الا اذا كان بعدها فعل متعد لم يأخذ مفعوله فهو منصوب محلا على انه مفعول به للفعل بعده نحو رب رجل كريم اكرمته فان كان بعدها فعل لازم او فعل متعد ناصب للضمير العائد على مجرورها فهو مبتدأ والجملة بعده خبر نحو رب عامل مجتهد نجح رب تلميذ مجتهد اكرمته واما المجرور بحرف جر اصلي فهو مرفوع محلا الناب عن الفاعل بعد حذ نحو يؤخه بيد العافر جيء بالمجرم الفار او كان في موضع خبر المبتدأ او خبر انا او احدى اخواتها او خبر لا النافية للجنس نحو العلم كالنور ان الفلاح في العمل الصالح لا حسب كحسن الخلق وهو منصوب محلا على انه مفعول فيه ان كان ظرفا نحو جلست في الدار سرت في الليل وعلى انه مفعول لاجله غير صريح ان كان الجار حرفا يفيد التعليل والسببية نحو سافرت للعلم ونصبت من اجله واغترت فيه وعلى انه مفعول مطلق النابع عن المصدر نحو جرى الفرس كريح وعلى انه خبر للفعل المواقص ان كان في موضع خبره نحو كنت في دمشق وان وقع تابعا لما قبله كان محله من الاعراب على حسب مدبوعه نحو هذا عالم من اهل مصر رأيت عالما من اهل مصر اخذت عن عالم من اهل مصر فان لم يكن اي المجرور شيئا مما تقدم كان في محل نصب على انه مفعول به غير صريح نحو مررت بالقوم وقفت على المنبر سافرت من بيروت الى دمشق عنوان اثنان الاضافة الصفحة الخامسة بعد المئتين الاضافة نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر توجب جر الثاني ابدا نحو هذا كتاب التلميذ لبست خاتم فضة لا يقبل صيام النهار ولا قيام الليل الا من المخلصين ويسمى الاول مضافا والثاني مضافا الي فالمضاف والمضاف الي اسمان بينهما حرف جر مقدر وعامل الجر في المضاف اليه هو المضاف لا حرف الجر المقدر بينهما على الصحيح وفي هذا المبحث سبعة مباحث واحد انواع الاضافة الاضافة اربعة انواع لامية وبيانية وظرفية وتشبيهية فاللامية ما كانت على تقدير اللام وتفيد الملكاء او الاختصاص فالاول نحو هذا حصان علي والثاني نحو اخذت بليجام الفرس والبيانية ما كانت على تقدير منه وضابطها ان يكون المضاف اليه جنسا للمضاف بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف اليه نحو هذا باب خشب ذاك سوار ذهب هذه اثواب صوف فجنس الباب هو الخشب وجنس السوار هو الذهب وجنس الاثواب هو صوف والباب بعض من الخشب والسوار بعض بعض من الذهب والأثواب بعض من الصوف والخشب بين جنس الباب والذهب بين جنس السوار والصوف بين جنس الأثواب والاضافة البيانية يصح فيها الاخبار بالمضاف اليه عن المضاف ألا ألا ترى أنك إن قلت هذا الباب خشب وهذا السوار ذهب وهذه الأثواب صوف صح والظرفية ما كانت ألا تقدير فيه وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف وتفيد زمان المضاف أو مكانه نحو سهر الليل مضمن وقعود النهار مخمل ومن ذلك أن تقول كان فلان رفيق المدرسة وإلف الصبا وصديق الأيام الغابرة قال تعالى يا صاحبي السجن والتشبيهية ما كانت على تقدير كاف التشبيه وضابطها أن يضاف المشبه به إلى المشبه نحو انتثر لؤلؤ الدمع على ورد الخدود ومنه قول الشعر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء عنوان اثنان الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية الصفحة السابعة بعد المائتين تنقسم الإضافة أيضا إلى معنوية ولفظية فالمعنوية ما تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه وضابطها أن يكون المضاف غير وصف مضاف إلى معموله بأن يكون غير وصف أصلا كمفتاح الداري أو يكون وصفا مضافا إلى غير معموله ككاتب القاضي ومأكول الناس ومشروبهم وملبوسهم وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو هذا كتاب سعيد وتخصيصه إن كان نكرة نحو هذا كتاب رزل إلا إذا كان المضاف متوغلا في الإبهام والتنكير فلا تفيده إضافته إلى المعرفة تعريفا وهلك مثل غير ومثل وشبه ومظير نحو جاء رجل غيرك أو مثل سليم أو شبه خليل أو مظير سعيد ألا ترى أنها وقعت صفة لرجل وهو نكرة ولو عرفت بالإضافة لما جاز أن توصف بها النكرة وكذا المضاف إلى ضمير يعود إلى نكرة فلا يتعرف بالإضافة إليه نحو جاءني رجل وأخوه رب رجل وولده كم رجل وأولاده وتسمى الإضافة المعنوية أيضا الإضافة الحقيقية والإضافة المحضة وقد سميت معنوية لأن فائدتها راجعة إلى المعنى من حيث إنها تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه وسميت حقيقية لأن الغرض منها نسبة المضاف إلى المضاف إليه وهذا هو الغرض الحقيقي من الإضافة وسميت محضة لأنها خالصة من تقدير انفصال نسبة المضاف من المضاف إليه فهي على عكس الإضافة اللفظية كما سترى والإضافة اللفظية ما لا تفيد تعريف المضاف ولا تخصيصه وإنما الغرض منها التخفيف في اللفظ بحنف التنوين أو نون التثنية والجم ونابطها أن يقوم المضاف اسم فاعل أو مبالغة اسم الفاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة بشرط أن تضاف هذه الصفات إلى فاعلها أو مفعولها في المعنى نحو هذا الرجل طالب علم رأيت رجلا مصور المهلوم انصر رجلا مهدوم الحق عاشر رجلا حسن الخلق والدليل على بقاء المضاف فيها على تنكير أنه قد وصفت به النكرة كما رأيت وأنه يقع حالا والحال لا تكون إلا نكرة كقولك جاء خالد باسم الثغر وقول الشاعر فأتت به حروش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل وأنه تباشره ربا وهي لا تباشر إلا النكرات كقول بعض العرب وقد انقضى رمضان يا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه وتسمى هاذير الإضافة أيضا الإضافة المجازية والإضافة غير المحضة أما تسميتها باللفظية فلأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط وهو التخفيف اللفظي بحذف التنوين ونون التثمية والجمع وأما تسميتها بالمجازية فلأنها لغير الغرض الأصلي من الإضافة وإنما هي للتخفيف كما علمت وأما تسميتها بغير المحضة فلأنها ليست إضافة خالصة بالمعنى المراد من الإضافة بل هي على تقدير الانفصال ألا ترى أنك تقول فيما تقدم هذا الرجل طالب علما رأيت رجلا مصار للمظلوم انصر رجلا مهدوما حقه عاشر رجلا حسنا خلقه عنوان ثلاثة أحكام المضاف الصفحة التاسعة بعد المائتين يجب فيما تراد إضافته شيئان واحد تجريده من التنوين ونوني التثنية وجمع المذكر السالم ككتاب الأستاذ وكتاب الأستاذ وكاتب الدرس اثنان تجريده من إذا كانت الإضافة معنوية فلا يقال الكتاب الأستاذ وأما في الإضافة اللفظية فيجوز دخول الأل على المضاف بشرط أن يكون مثنى نحو المكرم سليم أو جمع مذكر سالما نحو المكرم علي أو مضافا إلى ما فيه الأل نحو الكاتب الدرسي أو اسم مضاف إلى ما فيه الأل نحو الكاتب درس نحو أو لسم مضاف إلى ضمير ما فيه أل كقول الشاعر الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرجو منك نوالا ولا يقال المكرم سليم والمكرمات سليم والكاتب درس لأن المضاف هنا ليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا مضاف إلى ما فيه أل أو إلى اسم مضاف إلى ما فيه أل بل يقال مكرم سليم ومكرنات سليم وكاتب درس بتجريد المضاف من أل وجوز الفراء إضافة الوصف المقترن بأل إلى كل اسم معرفة بلا قيد ولا شرط والذوق العربي لا يأبى ذلك عنوان ثلاثة بعد بعض أحكام للإضافة الصفحة العاشرة بعد المائتين واحد قد يكتسب المضاف التأنيث أو التذكير من المضاف إليه فيعامل معاملة المؤنث وبالعكس بشرط أن يكون المضاف صالحا للاستغناء عنه وإقامة المضاف إليه مقامة نحو قطعت بعض أصابعه ونحو شمس العقل مكسوف بطوع الهواء قال الشاعر أمر على ديار ديار ليلى أقبل ذا الجبار وذا الجبار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار والأولى مراعاة المضاف فتقول قطع بعض أصابعه وشمس العقل مكسوفة بطوع الهواء وما حب الديار شغف قلبي إلا إذا كان المضاف لفظ كل فالأصح التأميث كقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء وقول الشاعر جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم أما إذا لم يصح الاستغناء عن المضاف بحيث لو حذف لفسد المعنى فمراعاة تأميث المضاف أو تذكيره واجبة نحو جاء غلام فاطمة وسافرت غلامة خليل فلا يقال جاءت غلام فاطمة ولا سافر غلامة خليل إذ لو حذف المضاف في المثالين لفسد المعنى ثلاثة لا يضاف الاسم إلى مرادفه فلا يقال ليث أسد إلا إذا كان علمين فيجوز مثل محمد خالد ولا موصوف إلى صفته فلا يقال رجل فاضل وأما قولهم صلاة الأولى ومسجد الجامع وحبة الحمقاء ودار الآخرة وجانب الغربي فهو على تقدير حذف المضاف وإقامة صفته مقامة والتأويل صلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع وحبة البقلة الحمقاء ودار الحياة الآخرة وجانب المكان الغربي وأما إضافة الصفة إلى الموصوف فجائزة بشرط أن يصح تقدير منه بين المضاف والمضاف إليه نحو كرام الناس وجائبة خبر ومغربة خبر وأخلاق ثياب وعظائم الأمور وكبير أمر والتقدير الكرام من الناس وجائبة من خبر إلى آخره أما إذا لم يصح من فهي ممتنعة فلا يقال فاضل رجل وعظيم أمير ثلاثة يجوز أن يضاف العام إلى الخاص كيوم الجمعة وشهر رمضان ولا يجوز العكس لعدم الفائدة فلا يقال جمعة اليوم ورمضان الشهر أربعة قد يضاف الشيء إلى الشيء لأدنى سبع بينهما ويسمون ذلك بالإضافة لأدنى ملابسة وذلك أن تقول لرجل كنت قد اجتمعت به بالأمس في مكان انتظرني مكانك أمس فأضفت المكان إليه لأقل سبب وهو اتفاق وجوده فيه وليس المكان ملكا له ولا خاص به ومنه قول الشاعر إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب خمسة إذا أمن الالتباس والإبهام حذف المضافة وأقام المضاف إليه مقامة وأعربوه بإعرابه ومنه قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والتقدير واسأل أهل القرية وأصحاب العير أما إن حصل بحذه إبهام والتباس فلا يجوز فلا يقال رأيت علي وأنت تريد رأيت غلام علي ستة قد يكون في الكلام مضافان اثنان فيحذف المضاف الثاني استغناء عنه بالأول كقولهم ما كل سوداء طمرة ولا بيضاء شحمة فكأنك قلت ولا كل بيضاء شحمة فبيضاء مضاف إلى مضاف محذوف ومثله قولهم ما مثل عبد الله يقول ذلك ولا أخيه وقولهم ما مثل أبيك ولا أخيك يقولان ذلك سبعة قد يكون في الكلام اسمان مضاف إليهما فيحذف المضاف إليه الأول استغناء عنه بالثاني نحو جاء غلام وأخ علي والأصل جاء غلام علي وأخ فلما حذف المضاف إليه الأول جعلت المضاف إليه الثاني اسما ظاهرا فيكون غلام مضاف والمضاف إليه محذوف تقديره علي ومنه قول الشاعر يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد والتقدير بين ذراعي الأسد وجبهته وليس مثل هذا بالقوي والأفضل ذكر الاسمين المضاف إليهما معا عنوان خمسة الأسماء المنازمة للإضافة الصفحة الرابعة عشرة بعد المائتين من الأسماء ما تنتنع إضافته كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفام إلا أي فهي تضاف ومنها ما هو صالح للإضافة والإفراد أي عدم الإضافة كغلام وكتاب وحصان ونحوها ومنها ما هو واجب الإضافة فلا ينفق عنها وما يلازم الإضافة على نوعين نوع يلازم الإضافة إلى المفرد ونوع يلازم الإضافة إلى الجملة عنوان ستة الملازم الإضافة إلى المفرد الصفحة الرابعة عشرة بعد المائتين إنما يلازم الإضافة إلى المفرد نوعان نوع لا يجوز قطعه عن الاضافة ونوع لا يجوز قطعها عنها لفظا لا معنى اي يكون المضاف اليه منويا في الذهن فما يلازم الاضافة الى المفرد غير مقطوع عنها هو عند ولد ولد وبين ووسط وهي هروف وشبه وقاب وكلا وكلتا وسوى وذو وذات وذوى وذوات وذو وذوات وألو وأولات وقصارى وسبحانا ومعاذا وسائر ووحد ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وهي غير ظروف واما ما يلازم الاضافة الى المفرد طارة لحظا وطارة معنا فهو أول ودون وفوق وفوق وتحت ويمين وشمال وأمام وقدام وخلف ووراء وتلقاء وتجاه وإزاء وحذاء وقبل وبعد ومعا وهي هروف وكل وبعد وغير وجميع وحسب وأي وهي غير هروف عنوان أحكام ما يلازم الاضافة الى المفرد الصفحة الخامسة عشرة بعد المائتين واحد ما يلازم الاضافة الى المفرد لفظا منه ما يداف الى الظاهر والدمير وهو كلا وكلتا ولدا ولد وعند وسوى وبين وقصارى ووسط ومثل وذو ومع وسبحان وسائر وشب ومنها ما لا يضاف الا الى الظاهر وهو ألو وأولات وذو وذات وذوى وذوات وقاب ومعاذا ومنها ما لا يضاف الا الى الضمير وهو وحدا ويضاف الى كل مضمر فتقول وحده ووحدك ووحدها ووحدهما ووحدكم الى آخره ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك ولا تضاف الا الى ضمير الخطاب فتقول لبيك ولبيكما وسعديكم الى آخره وهي مصادر مفنات لفظا ومعناها التكرار فمعنى لبيك اجابة لك بعد اجابة ومعنى سعديك اسعادا لك بعد اسعاد وهي لا تستعمل الا بعد لبيك ومعنى حنانيك تحننا عليك بعد تحن ومعنى دواليك تداولا بعد تداول وهذه المصادر منصوبة على انها مفعول مطلق لفعل محذوف اذ التقدير ألبيك كليهما وان اضيفتا الاسم غير ضمير اعربتا اعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الالف للتعذر رفعا ونصبا وجر نحو جاء كلا الرجلين رأيت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين وحكمهما انهما يصح الاخبار عنهما بصفة تحمل ضمير المفرد باعتبار اللفظ وضمير المثنى باعتبار المعنى فتقول كلا الرجلين عالم وكلا الرجلين عالمان ومراعاة اللفظ اكثر وهما لا تضافان الا الى المعرفة والى كلمة واحدة تدل على اثنين فلا يقال كلا رجلين لان رجلين نكرة ولا كلا علي وخالد لانها مضافة الى المفرد انتهى الوجه الاول ثلاثة اي على خمسة انواع موصولية وصفية وحالية واستفهامية وشرطية فان كانت اسما موصولا فلا تضاف الا الى معرفة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن اعتيا وان كانت منعوتا بها او واقعة حالا فلا تضاف الا الى النكرة نحو رأيت تلميذا اي تلميذ ونحو سرني سليم اي مجتهد وان كانت وان كانت استفهامية او شرطية فهي تضاف الى النكرة والمعرفة فتقول في الاستفهامية اي رجل جاء وايكم جاء وتقول في الشرطية اي تلميذ يجتهد اكرمه وايكم يجتهد اعطه وقد تقطع اي الموصولية والاستفهامية والشرطية عن الاضافة لا فضا ويكون المضاف اليه منويا فالشرطية كقوله تعالى اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى والتقدير اي اسم تدعو والاستفهامية نحو اي جاء واي اكرمت والموصولية نحو اي هو مجتهد يفوز واكرم ايا هو مجتهد اما اي الوصفية والحالية فملازمة للاضافة لفظا ومعنى اربع مع وقبل وبعد واول ودون والجهات الست وغيرها من الظروف قد سبق الكلام عليها مفصلا في مبحث الاسماء المبنية وفي مبحث احكام الظروف المبنية في باب المفعول فيه فراجع ذلك خمسة غير اسم دال على مخالفة ما بعده لحقيقة ما قبله وهو ملازم للاضافة واذا وقع بعد ليس او لا جاز بقاؤه مضافا نحو قبط عشرة ليس غيرها او لا غيرها وجاز قطعه عن الاضافة لا فظام وبناؤه على الضم على شرط ان يعلم المضاف اليه فتقول ليس غيره او لا غيره ستة حسب بمعنى كاف ويكون مضافا فيقرب بالرفع والنصب والجر وهو لا يكون الا مبتدأ مثل حسبك الله او خبر النحو الله حسبي او حال النحو هذا عبد الله حسبك من رجل او نعت النحو مررت برجل حسبك من رجل رأيت رجلا حسبك من رجل هذا رجل حسبك من رجل ويكون مقطوعا عن الاضافة فيكون بمنزلة لا غير فيبنى على الضم ويكون اعرابه محليا نحو رأيت رجلا حسب رأيت عليا حسب هذا حسب فحسب في المثال الاول منصوب محلا لانه نعت لرجلا وفي المثال الثاني منصوب محلا لانه حال من علي وفي المثال الثالث مرفوع محلا لانه خبر المبتدأ وقد تدخله الفاء الزائدة تزيينا للفظ نحو اخذت عشرة فحسب سبعة كل وبعض يكونان مضافين نحو جاء كل القوم او بعضهم ومقطوعين عن الاضافة لفظا فيكون المضاف اليه منويا كقوله وكل وعد الله الحسنى اي كل من المجاهدين والقائدين اي كل فريق منهم وقوله وفضلنا بعض النبيين على بعض اي على بعضهم ثمانية جميع يكون مضافا نحو جاء القوم جميعهم ويكون مقطوعا عن الاضافة منصوبا على الحال نحو جاء القوم جميعا اي مجتمعين عنوان سبعة المنازم الاضافة الى الجملة الصفحة التاسعة عشرة بعد المئتين ما ينازم الاضافة الى الجملة هو اذ وحيث واذا ولما ومن ومنذ فاذ وحيث تضافان الى الجمل الفعلية والاسمية على تأويلها بالمصدر فالاول قوله تعالى واذكروا اذ كنتم قليلا وقوله فأتوهن من حيث امركم الله والثاني كقوله عز وجل واذكروا اذ انتم قليل وقولك اجلس حيث العلم موجود واذا ولما تضافان الى الجمل الفعلية خاصة غير ان لما يجب ان تكون الجملة المضافة اليها ماضية نحو اذا جاء علي اكرمته ولما جاء خالد اعطيته ومذ ومذ ان كانت ظرفين اضيفة الى الجمل الفعلية والاسمية نحو ما رأيتك مذ سافر سعيد وما اجتمعنا منذ سعيد مسافر وان كانت حرف جر فما بعدهما اسم مجرور بهما كما سبق الكلام عليما في مبحث حروف الجر واعلم ان حيث لا تكون الا ظرفا ومن الخطأ استعمالها للتعليل بمعنى لان فلا يقال اكرمته حيث انه مجتهد بل يقال لانه مجتهد وما كان بمنزلة اذ او اذا في كونه اسم زمان مبهما لما مضى او لما يأتي فانه يضاف الى الجمل نحو جئت زمنا علي وال او زمنا كان علي واليا ومنه قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وقوله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم عنوان الباب الحادي عشر التوابع ويعرابها الصفحة الحادية والعشرون بعد المئتين قدمنا في الكلام على مرفوعات الاسماء ومنصوباتها ومجروراتها ان الاسم يرفع ان كان تابعا لمرفوع وينصب ان كان تابعا لمنصوب ويجر ان كان تابعا لمجرور والتوابع هي الكلمات التي لا يمسها الاعراب الا على سبيل التبع لغيرها بمعنى انها تعرب باعراب ما قبلها وهي خمسة انواع واحد النعد اثنان التوكيد ثلاثة البدل اربعة عطف البيان خمسة المعطوف بالحرف وهذا الباب يجتمل على خمسة فصول عنوان واحد النعد صفحة الحادية والعشرون بعد المائتين المائتو ويسمى الصفة ايضا هو ما يذكر بعد اسم ليبين بعض احواله او احوال ما يتعلق به فالاول نحو جاء التلميذ المجتهد والثاني نحو جاء الرجل المجتهد غلام فالصفة في المثال الاول بينت حال الموصوف نفسه وفي المثال الثاني لم تبين حال الموصوف وهو الرجل وانما بينت حال ما يتعلق به وهو الغلام وفائدة النعة التفرقة بين المشتركين في الاسم ثم ان كان الموصوف معرفة ففائدة النعة التوضيح وان كان نكرة ففائدة بالتخصيص فان قلت جاء علي المجتهد فقد اوضحت من هو الجاء من بين المشتركين في هذا الاسم وان قلت صاحب رجلا عاقلا فقد خصصت هذا الرجل من بين المشاركين له في صفة الرجولية وفي هذا المبحث خمسة مباحث عنوان واحد شرط النعت الصفحة الثانية والعشرون بعد المئتين الاصل في النعت ان يكون اسما مشتقا كاسم الفائل واسم المفؤول والصفة المشبهة واسم التفضيل نحو جاء التلميذ المجتهد اكرم خالدا المحبوب هذا رجل حسان خلقه سعيد تلميذ اعقل من غيره وقد يكون جملة فعلية او جملة اسمية على ما سيأتي وقد يكون اسما جامدا مؤولا بمشتق وذلك في تسع صور واحد المصدر نحو هو رجل ثقة اي موثوق به وانت رجل عدل اي عادل اثنان اسم الاشارة نحو اكرم علي هذا اي المشار اليه ثلاثة ذو التي بمعنى صاحب وذات التي بمعنى صاحبة نحو جاء رجل ذو علم وامرأة ذات فضل اي صاحب علم وصاحبة فضل اربعة الاسم الموصول المقترن بال نحو جاء الرجل الذي اجتهد اي المجتهد خمسة ما دل على عدد المنعوت نحو جاء رجال اربعة اي معدودون بهذا العدد ستة الاسم الذي لحقته ياء النسبة نحو رأيت رجلا دمشقيا اي منسوبا الى دمشق سبعة ما دل على تشبيه نحو رأيت رجلا اسدا اي شجاعا وحلان رجل ثعلب اي محتال والثعلب يوصف بالاحتيال ثمانية ما النكرة التي يراد بها الابهام نحو اكرم رجلا ما اي رجلا مطلقا غير مقيد بصفة ما وقد يراد بها مع الابهام التهويل ومنه المثل لامر ما جدع قصير انفه اي لامر عظيم تسعة كلمة كل واي الدالتين على استكمال الموصوف للصفة نحو انت رجل كل الرجل اي الكامل في الرجولية وجاءني رجل اي رجل اي كامل في الرجولية ويقال ايضا جاءني رجل اي ما رجل بزيادة ما عنوان اثنان النعت الحقيقي والنعت السببي الصفحة الثالثة والعشرون بعد المائتين ينقسم النعت الى حقيقي وسببي فالحقيقي ما يبين صفة من صفات مدبوعه نحو جاء خالد الاديب والسابي ما يبين صفة من صفات ما له تعلق بمدبوعه وارتباط به نحو جاء الرجل الحسن خطه فالاديب بين صفة مدبوعه وهو خالد اما الحسن فلم يبين صفة الرجل اذ ليس القصد وصفه بالحسن وانما بيّن صفة الخط الذي له ارتباط بالرجل لانه صاحبه المنسوب اليه والنعت يجب ان يتبع منعوته في الاعراب والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيف والتعريف والتنكير الا اذا كان النعت سببيا غير متحمل لضمير المنعوت فيتبعه حينئذ وجوبا في الاعراب والتعريف والتنكير فقط ويراعى في تأنيفه وتذكيره ما بعده ويكون مفردا دائما فتقول في النعت الحقيقي جاء الرجل العاقل رأيت الرجل العاقل مررت بالرجل العاقل جاءت فاطمة العاقلة رأيت فاطمة العاقلة مررت بفاطمة العاقلة جاء الرجلان العاقلان رأيت الرجلين العاقلين جاء الرجال العقلاء رأيت الرجال العقلاء مررت بالرجال العقلاء جاءت الفاطمات العاقلات رأيت الفاطمات العاقلات مررت بالفاطمات العاقلات وتقول في النعت السببي الذي لم يتحمل ضمير المنعود جاء الرجل الكريم أبوه والرجلان الكريم أبوهما والرجال الكريم أبوهم والرجل الكريمة أمه والرجلان الكريمة أمهما والرجال الكريمة أمهم والمرأة الكريم أبوها والمرأتان الكريم أبوهما والنساء الكريم أبوهن والمرأة الكريمة أمها والمرأتان الكريمة أمهما والنساء الكريمة أمهن أما النعط السابي الذي يتحمل ضمير المنعوت فيطابق منعوته إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيفا كما يطابق إعرابا وتعريفا وتنكيرا فتقول جاء الرجلان الكريماء الأبي والمرأتان الكريماء الأبي والرجال الكرام الأبي والنساء الكريمات الأبي واعلم أنه يستثنى من ذلك أربعة أشياء واحد الصفات التي على وزن فعول بمعنى فاعل نحو صبور وغيور وفخور وشكور أو على وزن فعيل بمعنى مفعول نحو جريح وقتيل وخضيب أو على وزن مفعال نحو مهذار ومكسال ومبسام أو على وزن مفعيل نحو معطير ومسكير أو على وزن مفعال نحو مغشم ومدعس ومهذر فهذه الأوزان الخمسة يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث فتقول رجل غيور وامرأة غيور ورجل جريح وامرأة جريح إلى آخر اثنان المصدر الموصف به فإنه يبقى بصورة واحدة للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث فتقول رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل ونساء عدل ثلاثة ما كان معطا لجمع ما لا يعقل فإنه يجوز فيه وجهان أن يعامل معاملة الجمع وأن يعامل معاملة المفرد المؤنث فتقول عندي خيول سابقات وخيول سابقة وقد يوصف الجمع العاقل إن لم يكن جمع مذكر سالما بصفة المفردة المؤنثة كالأمم الغابرة أربعة ما كان معطا لسم الجمع فيجوز فيه الإفراد باعتبار لفظ المنعوت والجمع باعتبار معنى فتقول إن بني فلان قوم صالح وقوم صالحون عنوان ثلاثة النعت المفرد والجملة وشبه الجملة الصفحة السادسة والعشرون بعد المائتين ينقسم النعت أيضا إلى ثلاثة أقسام مفرد وجملة وشبه جملة فالمفرد ما كان غير جملة ولا شبهها وإن كان مثن أو جمع نحو جاء الرجل العاقل والرجلان العاقلان والرجال العقلاء ونعت الجملة أن تقع الجملة الفعلية أو الاسمية منعوتا بها نحو جاء رجل يحمل كتابا وجاء رجل أبوه كريم ولا تقع الجملة نعتا للمعرفة وإنما تقع نعتا للنكرة كما رأيت فإن وقعت بعد المعرفة كانت في موضع الحال منها نحو جاء علي يحمل كتابا إلا إذا وقعت بعد المعرف بأل الجنسية فيصح أن تجعل نعتنه باعتبار المعنى لأنه في المعنى نكرة وأن تجعل حالا منه باعتبار اللفظ لأنه معرف اللفظا بأل ما حو لا تخالط الرجل يعمل عمل السفهاء ومنه قول الشار ولقد أمر على اللئيم يا سبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني وقول الآخر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انطفض العصفور بلله القطر فليس القصد رجلا مخصوصا ولا لئيما مخصوصا ولا عصفورا مخصوصا لأنك إن قلت لا تخالط رجلا يعمل عمل السفهاء لقد أمر على لئيم يا سبني كما انطفض عصفور بلله القطر صحا ومثل المعرف بأل الجنسية ما أضيف إلى المعرف بها كقول الشار وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها أي كجمانة بحري سل نظامها وشرط الجملة النعتية كالجملة الحالية والجملة الواقعة خضراء أن تكون جملة خبرية أي غير طلبية وأن تشتمل على ضمير يربطها بالمنعود سواء أكان الضمير مذكورا نحو جاءني رجل يحمله غلام أم مستكرا نحو جاء رجل يحمل عصا أو مقدرا كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا والتقدير لا تجزي فيه ولا يقال جاء رجل أكرمه على أن جملة أكرمه نعت لرجل ولا يقال جاء رجل هل رأيت مثله أو ليته كريم لأن الجملة هنا طلبية وما ورد من ذلك فهو على حذف النعت كقوله جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط والتقدير جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب والمذق بفتح الميم وسكون الذال اللبن المخلوط بالماء فيشابه لونه لون الذئب ونعت الشبيه بالجملة أن يقع الظرف أو الجر والمجرور في موضع الناد كما يقعان في موضع الخبر والحال على ما تقدم نحو في الدار رجل أمام الكرسي ورأيت رجلا على حصانه ونعت في الحقيقة إنما هو متعلق الظرف أو حرف الجر المحذوف والأصل في الدار رجل كائن أو موجود أمام الكرسي رأيت رجلا كائنا أو موجودا على حصانه واعلم أنه إذا نعت بمفرد وظرف ومجرور وجملة فالغالب تأخير الجملة كقوله تعالى وقال رجل من آل فرعون يقتم إيمانه وقد تقدم الجملة كقوله سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين عنوان أربعة النعت المقطوع الصفحة الثامنة والعشرون بعد المائتي قد يقطع النعت عن كونه تابعا لما قبله في الإعراب إلى كونه خبرا لمبتدئ محذوف أو مفؤولا به لفعل محذوف والغالب أن يفعل ذلك بالنعت الذي يؤتى به لمجرد المدح أو الذنب أو الترحم نحو الحمد لله العظيم أو العظيمة ومنه قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب وتقول أحسنت إلى فلان المسكين أو المسكينة وقد يقطع غيره مما لم يؤتى به لذلك نحو مرأت بخالد النجار أو النجار وتقدير الفعل إن مصدت أندح فيما أريد به المدح وأذم وأرحم فيما أريد به الترحم وأعني فيما لم يرد به مدح ولا ذنب ولا ترحم وحذف المبتدئ والفعل في المقطوع المراد به المدح أو الذنب أو الترحم واجب فلا يجوز إظهارهما ولا يقطع النعت عن المنعوت إلا بشرط ألا يكون متمما لمعناه بحيث يستقل الموصوف عن الصفة فإن كانت الصفة متممة معنى الموصوف بحيث لا يتضح إلا بها لم يجوز قطعه عنها نحو مرأت بسليم التاجري إذا كان سليم لا يعرف إلا بذكر صفته وإذا تكررت الصفات فإن كان الموصوف لا يتعين إلا بها كلها وجب اتباعها كلها له نحو مرأت بخالد الكاتب الشاعر الخطيب إذا كان هذا الموصوف وخالد يشاركه في اسمه ثلاثة أحدهم كاتب شاعر وثانيهم كاتب خطيب وثالثهم شاعر خطيب وإن تعين ببعضها دون بعض وجب إتباع ما يتعين به وجاز فيما عداه الإتباع والقطع وإن تكرر النعت الذي لمجرد المدح أو الذنب أو الترحم فالأولى إما قطع الصفات كلها وإما إتباعها كلها وكذا إن تكرر ولم يكن للمدح أو الذنب غير أن الإتباع في هذا أولى على كل حال سواء أتكررات الصفة أم لم تكرر عنوان خمسة تتم الصفحة التاسعة والعشرون بعد المائتين واحد الاسم العلم لا يكون صفة وإنما يكون موصوفا ويوصف بأربعة أشياء بالمعرف بأل نحو جاء خليل المجتهد وبالمضاف إلى معرفة نحو جاء علي صديق خالد وباسم إشارة نحو أكرم علي هذا وبالاسم الموصول المصدر بأل نحو جاء علي الذي اجتهد اثنان المعرف بأل يوصف بما فيه أل وبالمضاف إلى ما فيه أل نحو جاء العلام المجتهد جاء الرجل صديق القوم ثلاثة المضاف إلى العلم يوصف بما يوصف به العلم نحو جاء تلميذ علي المجتهد جاء تلميذ علي صديق خالد جاء تلميذ علي هذا جاء تلميذ علي الذي اجتهد أربعة اسم الإشارة وأي يوصفان بما فيه أل مثل جاء هذا الرجل ونحو يا أيها الإنسان وتوصف أي أيضا باسم الإشارة نحو يا أيها هذا الرجل خمسة قال الجمهور من حق الموصوف أن يكون أخص من الصفة وأعرف منها أو مساويا لها لذلك امتنع وصف المعرف وصف المعرف بأل باسم الإشارة وبالمضاف إلى ما كان معرفا بغير أل فإن جاء بعده معرفة غير هذين كما توصف كل نكرة بكل نكرة انتهى الشريط الثلاثون وللكتاب بقية على شريط التالي ترجمة نانسي قنقر